كانت الاول سسم على جزئين? الجزء الاولاني كان له علاقة بالمديا باينج بلان والجزء التاني كان له علاقة بالمديا باينج او التنفيذ. كان اللي بيحصل فيها في الاتين. احنا بنعمل بشكل كامل فيما يتعلق بكل حاجة لها علاقة بتاهمينه تقول ليه فيما يتعلق بشراء المساحات الاعلانية. اللي المفروض هنعلم سيها عن المنتج بتاعنا او عن اي حاجة بنبتدي ان احنا نبيعها. تمام? طيب ده كان بيتبنينه بلان كاملة. والبلان دي بنبتدي نشتغل عليها بشكل كامل لحد ما نقول والله ده المكان اللي هلعلم فيه. وده المفروض الاعلان اللي هنقوله او ده اللي هنقوله او ده الطريقة اللي هنعلم بيها للناس. وده الميزانية اللي هندفعها او هنحطها في الاعلان او قيمة الاعلان هتكون بالمبلغ ده. وهي المستهدف منها كزا. وبناء على ده بيجي الجزء التاني او طريقة بيبتدي ينفذ الامور دي. والله في البلان مكتوب ان احنا هنعمل خمستاشر يفطى. مكتوب ان احنا هنكتب رسالة معينة على ورق ونوزعه. اه مكتوب ان احنا هنحط المساحة دي في الجرنان في الصفحة الاولانية او التانية او الاخيرة والامور دي كلها. مع الوقت والتطور اللي احنا فيه ويه الجزء اللي ليه علاقة بالتجارة الالكترونية. والجزء اللي ليه علاقة فيه بيه كل ما يتعلق بالبيع والشراء اونلاين. بقى الموضوع اه كاملا متكامل بيندرج تحت الميديا بينج بشكل كامل. سواء لها علاقة بالبلان او لها علاقة بالامبليمنتيشن. سواء انت هتشتغل على بلان وهتعمل بلان او سواء انت بتعمل وبتنفذ الامور بتاعت الميديا بينج بشكل كامل. طيب الامور بتاعت الميديا بينج بشكل كامل اللي بيحصل فيها ايه ان انت بتختار الاماكن وطريقة العرض بتاعت الاعلام بتاعتك وكل التفاصيل بتاعت الاعلام مرورا بالبودجت اللي بتدفعها وكل امور دي كلها. بعد ما دخل موضوع التجارة الالكترونية او الاي كوميرس وان احنا بقى كل او المجالات بقت واسعة جدا 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 جدا. بقى الموضوع متشاعب لدرجة كبيرة ان انت بقى فيه خطوات بنتابعها. بقى فيه سلوك عميل بنمشي وراه. بقى فيه اسلوب بنتابعه علشان نقدر نقنع العميل اللي بيتعرض عليه الالاف والالاف من الاعلانات اللي بيبيع نفس المنتج او بتبيع نفس الكترونية او بتطلع نفس السيرفز. يعني لو احنا روحنا مجال العقارات هنلاقي فيه الاف مؤلفة من شركات الديفولوبر وكمان شركات البروكر. سواء الديفولوبر بقى بكل بتاعتهم فاللي عايز اشتري عقار بقى موجود شركات كتير. طيب اللي معاه اي سعر او اي مبلغ لا يقدر ان هو كمان يشتري لان بقى فيه حتى الخدمة نفسها بقى فيه حاجات كتير بقى فيه اه شقة بيت فيلا توين هاويس اي ان كان بقى كل حاجة بقت منجودة. نروح لاصغر حاجة اللي ليها علاقة بالاكل بقى فيه واجبات باسعار قليلة جدا جدا ويهي واجبات باسعار كتير جدا ممكن تعدى على اي مطعم تاخد من اي مطعم انت بعدى عليه اه فول بقى طعمية اي ان كانت انت هتشتري ايه بمبلغ قليل وممكن تروح مكان كبير جدا تشتري منه او او مكان بيبيع اه او اي ان كان بقى او بورجر او الكلام بقى ده فانت معاك بوزيت كبير فبقى العميل متاح قدامه كل حاجة متاح معاه اه متاح معاه كل حاجة هو ممكن اه يشتريها بقى متاح معاه كل حاجة محتاج يشتريها بقت موجودة سواء بقى هو اه عايز يشتري حاجة بسعر رخيص موجود عايز يشتري حاجة بسعر اه او بطريقة معينة على حسب دماغه موجود كل حاجة بقت موجودة فهنا بقى شغلة الميتجابينج اصعب وبقى اه ان انت تقنع العميل دي من الحاجات اللي انت محتاج فيها دراسة ومحتاج فيها تخصص ومحتاج ان انت فيها تقرأ وتشوف الكمباتتور بتوعك وتشوف المنافسين وتشوف حاجات كتير جدا اه فبقى انت كشغلة كميتجابينج بقى متطور جدا 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 لازم ان بتشوف محاور اساسية جدا الليها علاقة بالمنافسين الليها علاقة بالسوق اللي انت بتقدمه لها علاقة كمان بالشركة او ال اوجنيزيشن اللي انت بتبيع لها يعني انا لو جاي لعميل كواحد مسوق وهي عايز بيع منتج معين والمنتج اللي هيبيعو ده غير ملائم للسوق او غير أو واضح المعالم او في مشكلة في الحالة دي بيبقا انت عندك مشكلة ومش هتقدر تبيع مش هتقدر تعالين له. طيب لو انت كمان بدأت ابيع المنتج ده عن طريق ويب سايت. والويب سايت ده في مشاكل فقريتي انت عندك برضو مشكلة لو انت بدأت تبيع عن طريق الواتساب والواتساب في مشكلة فانت برضو فبقى انت عندك كم جبير جدا 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 من الحاجات اللي انت ممكن تقعد تتابعها وتقعد تراجعها عشان كده بنقول شغل هو 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 حلو جدا 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 لكنه مرهج جدا جدا خصوصا الناس اللي بتبقى نفسيتها او مش بتحب ان هي تخش في دوامة الشغل هو محتاج يكتب الكنتنت بلان وطلع الكنتنت بلان وطلعها وخدت ابروف خلاص يعمل موضوع مفهوش بعد كده ارهاق ذهني لحد ما انت خلصت الكنتنت بلان بتاعتك بتاع الميتيا هو هو بيفضل بقى من اول ما بيستعمل البروجيكت لحد ما يطلع ريزلت لا وبعد ما يطلع ريزلت كمان يعني يعني لو انا ببيع منتجات اه لها علاقة بالليدز فأوريدي انت انت بتطلع وبيتتابع الكواليتي بتاعتها والليد ده السيلزة عمل معا ايه وبعد كده اللي حصل والامور ده كلها لو انت بتبيع اي كوميرس فانت بتشوف الرؤس بتاعك وبتشوف انت بعت الكام عميل ولو انا شافي الاعلام بتاعي خمسين عميل المفروض ان انا بعت منهم لعشرين بس طب لتلاتين التانيين ما اشتروش فانت انت اوريدي في دوامة كبيرة ما بتنتهيش فشغل الماديا باينج هو من الحاجات اللي هي محتاجة دايما انت من اول ما بتبتدي لحد ما بتنتهي انت شغال ما بتنتهيش مش جوست مش جوست انت بدأت اعلان فتواصل امور بالنسبة لك انا عملت الاعلام بتاعي وخلاص انا خلصت على كده لأ انت بتفضل بقى وتعمل بقى ومواضيع كتير جدا 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 تمام ده كان 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 انترو كده كبير شوية عن المجال اه وعن شغل الميديا باينج عشان لو معنا حد اه هو مش 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 تقيل اه في في المجال او حد هو بزنس اونر فمش متخصص فده ده بشكل كبير عن اه سلوب المجال وعن طريقة المجال وطريقة شغلنا فيه وامتبعيتنا فيه وان فعلا بتاع الميديا باينج بيقوم الساعة اثنين بالليل والفجر يعضي بص الكمبيين صرفت كام الكمبيين جابت كام فيه بيرشز ولا لأ الامور دي كلها هي الامور دي فعلا حياة حقيقية بيرشقة بتاع ايه الميديا باينج طيب خلينا نقول كده اول حاجة بنبتدي فيها ايه اول حاجة بنقول فيها ان الاول لما كنا بنبتدي نشتغل اعلانات كنا بنقول والله احنا عايزين نعمل اعلان اكس او اعلان عن سيرفز او برودكت معين وبناء على ده بنبتدي نشتغل دلوقتي مع الابضيت او مع الشغل اللي احنا بقينا او طريقة الشغل اه بايتجبرنا ان يكون في حاجة اسمها requirement يعني ايه requirement يعني فيه اساسيات لو هي مش موجودة انا بالنسبة لي الاعلان من قبل ما يبتديه من قبل ما يبص فيه هو مش هينجح هو مش هيكون موجود او مش هينفع اعمل الاعلان يعني لو الاعلان ده اشتغلت عليه او الميتابينج دي اشتغلت اشتغلتها او اشتغلت للسيرفز ده دي او البزنس ده هيحصل مشكلة وبقينا نعمل ال requirement دي اساسيات ما بيننا وما بين اي project بنشتغل سواء ال project ده انا شغال فيه full time او شغال freelancer مع عميل او ايا كان ففيه اساسيات احنا بنحطها قدامنا عشان نشتغل عليه الاساسيات دي جمعناها وبدأنا نشتغل عليها ان دي حاجات اسمها requirement واساسيات اه مش يعني يعني مش هينفع نتجنبها ومش هينفع ان احنا نركنا على جنب ويلا نشغل الاعلان ونشوف الدنيا هتحصل فيه ايه ما هتشغل الاعلان وهتصرف وهيكي عميل ومش هشتري for ready اللي انت صرفته راح هبائم او هتيجي تشغل الاعلان والاعلان هتلاقيه ما بيشتغلش for ready انت ضيعت وقت مجبود على الفاضي وهكذا طب تعال نشوف ده ده ممكن يحصل ازاي في حتة requirement حتة requirement بتقول ان انت مبدئيا لازمة يكون عندك product description يكون عندك تفاصيل المنتج تفاصيل المنتج لو انت هتعمل اعلان عن المنتج انت مش معاك تفاصيله او مش معاك details بتاعت المنتج انت مش هتعرف تعلن عنه مش هتعرف تطلع الcompaster بتوعه وممكن يكونه منين مش هتعرف تطلع من الaudience اللي انت او شرايح مختلفة تقدر تشتغل عليها مش هتعرف تطلع اي حاجة لان هو الفجر الاساس بتاع الشغل بتاعك لان ببساطة لو مفيش منتج او مفيش service يبقى انا هعمل اعلان على ايه اصلا لما هو مفيش منتج او مفيش service لو المنتج او السيرفز او انت بتطلعها فيها مشكلة فالريدي انا شفت المشكلة دي من قبل ما اشتغل انا دلوقتي جايب يقول لي ان انا ببيع مثلا منتجات للطبقة المتوسطة او اللي تحتها لكن المنتج ده سعره مئة الف مثلا او المنتج ده غير قابل لان هو يدعي للشريحة دي او المنتج ده تالف او المنتج ده غير ادمي او اي ان كان فالريدي انا عارف ان المنتج ده لو بدي انا اشتغل عليه يكون في مشكلة طيب تعالنا نشوف مثال تاني المنتج ده ليه علاقة بالمستشفيات او ليه علاقة بان هو هيكسر بتاعة بتاعة الاعلانات يعني مسلا جاي قال لي يخد المنتج ده والاكسيسوريز دي المفروض ان هي اه مركة وعلامة مصورة جدا ومسجلة لأ انا عارف ان المنتج ده لو نزلنا به خلي بالك الحسابات الاعلانية هتتقفل خلي بالك ان هنشغل الاعلان والاعلان هيخد بلوك ومش هيشتغل فهتواجهنا مشاكل في اوريدي انا عرفت من تفاصيل المنتج ان في مشكلة من قبل حتى مشغل الاعلان ومن قبل حتى مشغل الاعلان مش بعد ما مشيت ويلا بينا وبدأنا نشتغل وانا مش عارف تفاصيل المنتج تبهات المنتج هنكتب ايه تيجي تكتب حتى كمان الكونتنت تلاقي نفسك مش عارف تكتب ايه ان انت اوريدي مدرستش المنتج كويس لان الكونتنت حتى او بتاع الاعلان لازما بيعتمد على اه اساسيات بيعتمد على ان انت عندك فهم كبير جدا 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 لأه فهم كبير جدا جدا للمنتج او اللي انت بتعلن على تمام? طيب. اه فاول حاجة بالنسبة لنا لازم نفهم نفهم كويس جدا جدا طبيعة ايه? طبيعة المنتج او طبيعة اللي احنا بتشتغل عليه. طب احنا مسلا هنا هنبيع ايه? والله احنا هنبيع منتج اسمه آآ باودر كوتينج. تمام? باودر كوتينج ده ايه? ده منتج بيتباع آآ على اساس ان هو آآ باودر. تمام? آآ والباودر ده المفروض ان هو بيروح لي آآ المراكز بتاعة آآ المراكز بتاعة الورس بتاعة الديهان. وبناء على الورس دي هما بيبتدي يدهنوا الحديد ويبتدي يدهنوا مثلا العربيات والامور دي كلها. تمام? يعني منتج بودرة بيتحول ايه لديهان? طيب المنتج ده المفروض بعد ما بدأنا خدنا التفاصيل بتاعه والله المنتج ده اسم باودر كوتينج والمفروض ان احنا بنبيعه اونلاين والمفروض ان احنا عندنا كمنتج آآ ثلاثتاشر لهم مختلف. اوكي? فانا اورادي فهمت ان المنتج ده وعرفت ان المنتج ده آآ وعرفت التفاصيل بتاعته. طيب المفروض بعد كده بعرف بتاعتك ماشي لزاي? هل انت بتسعر بالكيلو? بتسعر بالقطعة? بتسعر بالكورتر? آآ بالكونتينر? آآ بتسعر بي آآ بعدد معين من الكطع? آآ طريقة التسعير بتاعتك ازاي? بنبيع بالكيلو? بنبيع بالحبة? بنبيع ازاي? تمام? طيب فاحنا قلنا والله ان احنا بنبيع منه الكيلو بعشرين دولار. فاحنا بنبيع الكيلو بعشرين ايه دولار? تمام? طيب لما احنا بنبيع الكيلو بعشرين دولار. المفروض بعد كده ايه الاوفر بقى اللي انت آآ بتبيع بيه? تمام? ايه الاوفر? اللي انت بتبيع بيه? طيب الاوفر اللي انت بتبيع بيه وبناء على ده بتبتيد اشتغل الاوفر اللي انت بتبيع ايه? والله المفروض ان انا بقى عامل اوفر الوفر بتاعي خاص من خمسين في المية خلاص احنا عرفنا اوفر طب لو هو ما عندوش اوفر خلاص اول صاحب البزنس نفسه ما عندوش ما عندوش اوفر لا والله انا مش هقدم اوفر فلما نيجي بعد كده يقول والله انا ما عندوش اوفر ونيجي نروح للكمباتور او او نشوف السوق ماشي ايه ونلاقي في اوفر يبقى هنا انت عندك مشكلة خبالك هنا هو حاطة اصلا حاطة اوفر المنافس بتاعي عشرة في المية على كل المنتجات عشرة في المية على كل ايه المنتجات فانت بمناسبة السنة الجديدة فانت هنا عندك مشكلة ان هو خلي بالك طب ده المنافس بتاعك اصلا نازل بوفر عشرة في المية فازاي انت تقول لي ما عنديش اوفر فاحنا قلنا لا احنا هنقصر السوق بشكل كامل وبما اننا اه جداد في السوق فاحنا عاملين اوفر خمسين في المية طيب اليونيك سيلنج بوينت بقى دي حتة مهمة قوي قوي ولو انت بتشتغل لناس ستارتوب هيبقى عندهم مشكلة في الحتة دي لان معظم ستارتوب عندهم مشكلة في الجزء ده طب ايه المشكلة هنا بيقولك والله ان انا ما عنديش يونيك سيلنج بوينت انا ببيع المنتج ده وعندي خبرة فيه بس ما عنديش انا ببيع وخلاص طيب حلو يبقى انت برضو معايها تبيع وخلاص يبقى انت بيعك مش مضمون وما عندكش growth plan يعني ايه ما عندكش growth plan يعني ان النهارده بيعنا عشرين قطعة بكرا نبيع تلاتين بعده اربعين بعده خمسين عشان النهارده كسبنا الف بكرا الفين بعده تلاتة الشهر ده احنا مستهدفين ان احنا نكسب خمسين الف عشان الشهر اللي بعديه نكسب سبعين الشهر التالت او نقفل الكوارتر احنا وإحنا بنكسب او بيمبيع بمية الف فهنا يبقى هنا يبقى فيه plan محطوطة الplan دي عمرها ما تكون محطوطة وانت مش عندك unique ceiling point مش عندك ميزة تنافسية تنزل بيها السوق فمن الحاجات المهمة جدا جدا لو انت ما عندكش ميزة تنافسية طب انا هبيع على ايه طب انا ايه اللي هكتبه في ال copy قدام فانت لازم يكون عندك ميزة ايا كانت ايه هي الميزة فانت قريدي دخلت السوق عشان تاخد حتة منه فلازم ان تاخد حتة من السوق وانت فاهمه يعني وانت فاهم السوق بيقول ايه تبقى فاهم السوق بيقول ايه ما تبقى الشغال وانت ما انتش عارف السوق بيقول ايه ولا انت عارف الدنيا معاك ماشية لزاي وشغال وخلاص انت اسمك شغال او انت شغال ومش عارف انت شغال ايه او الامور بالنسبة لك ماشية لزاي لا انت شغال وخلاص لازم ان لما تيجي تشتغل مع البيزنس لازم ان تكون فاهم انت بتشتغل الزاي مش بس بتشتغل وانت مش عارف ايه اليونيك سيلنك بوينت بتاعته فانت اقول له فين يا باشا اليونيك سيلنك بوينت بتاعتك لازم ان تبقى انت عارفها وفاهمها بحيث ان انت تقدر تشتغل عليها وتطلع منها كابيز مختلفة تطلع منها ادز كتير لما انت هتيجي في مرحلة البلان هتيجي تطلع في مرحلة البلان كذا كذا عاد يعني انت عندي الاعلان الاولاني هعمل هعمل كامبين كاملة فالكمبين دي المفروض ان ايا فيها كذا اعلان طب انا لما هاجي اشتغل على الاعلان او انا اجي اطلع اكتر من مفروض ان انا هطلع كونسبت معين فالكونسبت ده هطلع ازاي عندي فانا لازم نكون عارف ده وكون فاهم ده بشكل كبير وعارف اصلا انا المفروض اعمل ايه والمفروض اه همشي لزاي فدي من الحاجات الاساسية اللي انت لازم ان تكون عارفها اليونيك سيلينج بوينت وكمان تكون محدد بعدها اللوكيشن اللوكيشن اللي هو ايه انا دلوقتي هبيع ثين في امريكا مسلا انا دلوقتي عندي ده اليونيك سيلينج بتاعتي الوان بتاعته سبتة ومعها ضمان سنة ان انت بعدا ما تدهن الالوان دي تفضل معاك سنة واليونيك سيلينج بوينت بتاعتي انه هو هيحافظ على البرويدكت بتاعتك من الصدا والامور دي كلها لا بلا بلا خلاص احنا حددنا كل الامور دي كلها طيب الجزء اللي بعد كده اللي ليه علاقة بالبروموشن تمام احنا هنعمل بقى بروموشن هلاقي ايه انا عندي تلتاشر الف لون عندي ايه 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 على ثلاثة اربعة لون علشان اشوف الامور هتمشي لزاي او اجرب الوان غم او الوان فتحة او الوان متوسطة او هجرب ان انا هبيع فستان وبيع وبيع جينس وبيع حاجة تانية شورتز مثلا او تي شورتز مثلا وابتدي اغير او اعمل واشوف انهي حاجات اللي هتبها اكتر او انهي حاجات او انهي او اعمل مثلا فارق ما بين الموديلز كلها وطلع ثلاثة اربعة خمسة موديلز واخد كل موديل منه وابتدي اشتغل عليه وابتدي اطلع الفرق ما بينه فانت لازم انت بقى عارف ايه اللي احنا هنعمل ايه اعلان انا عندي لان ده بقتي ببقيناش نشتغل الاعلانات على الشركات بان نشتغل الاعلانات على 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 مجموعة معينة على جديد على فبقى الموضوع كله ببقيتش الشركة بتشتغل على ان انا شركة اكس وببيع كزا لا خالص بقى الموضوع اللي اعلاقة بشكل كبير جدا جدا بان انت ايه مجموعة المنتجات والحاجات الكتير اللي عندك اللي انت المفروض بيباعها او بتشتغل عليها جنان على ده تشتغل فانت لازم انت بقى محدد انت هتشتغل على ايه الكامبين دي المفروض ده تشتغلها هتشتغل فيها ايه فلازم كل كامبين تشتغلها يكون ليها اساسيات وليها حاجات معينة بتشتغل بيها بعد كده بتاعك ماشي لزاي يعني انا الاعلان ده هيبتدي معي لزاي هشتغل لمدة شهر الكامبين دي ولا هشتغلها لمدة كوارتر كامر ولا لمدة اسبوع لو انت في البداية او لسه في بداية الاعلانات فانصحك ان انت تمشي بريك يعني كل اسبوع باسبوع وتعمل على الاسبوع ده يعني تبتدي ان انت هتعمل الاعلان لو انت هتعمل لراس السنة فانت اعمل من يوم واحد ليوم سبعة وبعد كده اعمل اعمل تحديث اعمل للاعلانات بتاعتك او الكامبين بتاعتك وتدي اطور فيها وبعد كده اسبوع باسبوع كل ما انت اشتغلت اسبوع باسبوع كل ما انت عملت احسن وطلعت ارقام كتير فتقدر تاخد عليها قرارات اكتر اصح هتبتدي ان انت هتطلعه بشكل اساسي او هتبتدي تطلعه بشكل نتيجة اكبر في وقت اقل طيب تعكد ان اخدها بشكل مبسط لو انا هشغل الكامبين لمدة شهر وبعد كده هبتدي بعد الشهر ده اسكيل عليها الشهر البعدها او احدس فيها او اطور فيها او اوسعها او اكبر الكامبين في الشهر اللي بعدين فهنا انت بتعمل ايه هنا انت بتاخد نتيجة شهر كامل وتتتحدث عليه طيب تعالى لو انا هشتغل اسبوع فانا بتست الاسبوع واحدس الاسبوع اللي بعديه واحدس الاسبوع التالت وهاجي في الاسبوع الرابع على فانا على اخر الشهر اعمل البلان بتاعت لمدة شهر وبقدر ان انا بقدر ان انا خلال الفتر دي احدس فيها لكن بتجيب نتائج وانا عارف ازاي خليها تجيب اه نتائج دي نقطة نقطة التانية لو انت مش في وقت يعني ايه في ايش وقت يعني انا انا مشغل الكامبين في ايام عادية وجيت دخلت في وقت النيو يير او دخلت في الداية رمضان او دخلت في سيزن فأوريدي هنا البلان لازمة تتغير لنفعش انا بقى شغال في البلان ودخل عليها مثلا رمضان وعدة ودخل العيد وعدة ودخل اللي بعديه وانا شغال على نفس البلان بالنسبة اتحاد روسيا ما عرفش ايه فانا احنا بنعمل مش عارف ايه ما نفعش فعش انا انا افضل شغال على نفس البلان هي هي ومكمل زي ما انا وهو ده اللي انا بشتغل تمام فلازمة تكون مضبط بتاعتك انا هبتدي يوم كزا وخلص يوم كزا طيب الجزء اللي بعد كده اللي لي علاقة بالريكوارمنت اللي لي علاقة باللاندينج بيج لاندينج بيج هنا بنتكلم في ايه نتكلم فيه ان انت لو هتشتغل اعلانات على صفحة على جوجل فانت بتربطها بلايندينج بيج او طبعا على اي بلاتفورم سوشال ميديا وتحاول الناس على الويبسايت عشان تشتري فانت بتكون عندك لاندينج بيج طبعا لاندينج بيج لها انواع كتير جدا جدا ياما لاندينج بيج لها علاقة بفورم ان العميل بيملى الفورم فمن الفورم دي بيبتدي بيبتدي يشتغل او بيبتدي ان انت تقول والله الفورم دي املاها وبناء على حد مثيل ازا هيكلمك وماء لذلك وحاجة تانية دي بيبقى اسمها ممكن تشتغل فورم تانية لها علاقة بالإي كوميرس ان العميل بيخش يشتري ويشوف او صفحة يبتدي يشتري وممكن حاجة تانية لها علاقة بالسيرفي لها علاقة بالسيرفي طب لازم ان نعمل ايه نخش ونتأكد نتأكد ان الويب سايت كويس ان الويب سايت شغال ونعمل تجربة بأيدينا انا كميديا بوير نفعش اشتغل على اعلان او عملية بيع من غير منشي كاملة لو انا ما دخلتش وعملت وبدأت اشتري واشوف كاملة فهنا يبقى انا في عندي مشكلة يبقى انا في عندي مشكلة طب انا مثلا دخلت هنا طب انا هشتري منين يعني انا دلوقتي عمير او محتاج اشتري منين او هنا ده في حاجة اسمها اه اد اه 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 او 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 انا هنا بقى كاملتش باور هاجه اقول له على حاجة او لو انا معي حد يقايي اقول له خلي بالك دي لازم ان تكون لها لون مختلف زي كده مثلا كأن اللون احمر ليه عشان تبقى بينا للعمير وتشجعنا ان هو ياخد اكتر لازم ان يكون هنا فيه ريفيوز تمام انا هنا ريفيوز مثلا زيرو فانا خلي بالك انا محتاج هنا يكون فيه ريفيوز بشكل مهم عشان الناس بتتشجع اكتر الناس بتاخد بتشتري الحاجة اللي عليها ريفيوز اكتر بعشرين في المية ودي من احصائيات السنة اللي فاتت اكتر عشرين في المية من الناس اللي مش بتلاقي الحاجة عليها ريفيوز فدي من الحاجات المهمة طيب خلينا نجرب ونشوف ونضيف للباسكت بتاعتي وبناء على ان انا ضفتها للباسكت ان انا عبتدي اجرب وابتدي ادخل وشوف ان انا اه ضفت دي او ما ضفتهاش او انا اه اشتغلت عليها اه المنتج شغال كل حاجة تمام وهي صفحة الباسكت بتاعتي وابتدي اشوف اروح على وابتدي اجرب تمام اه المنتج بتاعي وابتدي اشوف ان انا ازاي اشتري فهنا انا في صعوبة في ان انا اشتري انا عملا اضيف وعملا اد مور طب بعدين اشتري منين في هنا مثلا فهنا لازم ان هنا يكون في حاجة ان انا اشتري فهنا انا كعميل او انا كميديا بير لازم ان هنا اجل اقول ايه لا يا جماعة احنا تمان لازم نكون في هنا الريبيوز دي متزبطة لازم ان يكون العميل دلوقتي محتاج يشتري هشتري منين تمام طب تعال كده نخش مسلا على الكمباتور واشوف الامور ممكن تمشي ازاي بص هنا الكمباتور بيديني انت عايز ديتيلز ولا عايز تعمل ايه الوردر تمام لا والله انا محتاج اعمل اشتري فهنا عميتي الشيرة بقت سهلة جدا انا دخلت ودخلت ولاقيت ان انا اقدر اضيف واللي فيه صفحة تمام وكل حاجة وابتدي اضيف كمان اي دولة انا محتاج اضيفها ادى رشح عليها لو انا محتاج واضيف لو انا عندي اه لو فيه مسلا توصل كود او حاجة ومحتاج ان انا اضيف وبتدي اشتغل هنا انا بقى لو انا هعمل اعلان وابتدي اشتغل ان انا حول الناس هنا عشان تشتري فهنا انا عندي فيه اكتر من كده يكون فيه واتساب الامور دي كلها انما انا كده انا مش عارف المفوض انا العميل هيفش اشتري ازاي انا كده دخلت على الوебسايت واللي موجود فيه هنا ومكتوب مسلا ان انا ادخل اشوف المنتجات طب هنا بعدا ما ادخل اشوف المنتجات انا محتاج بقى اشتري اي انا محتاج اشتري فالمفوض اشتري منين فهنا انا باجي اقول يا جماعة فيه مشكلة انا محتاج ان انا احلها احلها واشتغل عليها او انا حتى اجيب بتاع واقول له خبالك احنا هنا عايزين نعمل عملية شراء فهنا فيه مشكلة انا مش عارف ادخل اشتري اه وفيه هنا مشكلة في الوебسايت فمحتاجين ان احنا ندخل نشتري تمام فدين الحاجات المهمة تخيل بقى نفسك انت روح تمشغل او رن الاعلان وبعد ما عملت رن الاعلان دخلت لقيت ان ايه مفيش عملية شراء مفيش عملية شراء وبناء على بتيجي يا جماعة احنا صرفنا مبلغ كذا والعملة ما بتشتريش طب ليه ما بتشتريش لا احنا مش عارفين بس احنا بنجيب العملية والعملة بتخش على الويبسايت وبعد كده بتخش تقلب في المنتجات وتشوف المنتجات وتعمل اه اه او 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 ما فيش اي شراء فهنا دي بتبقى مشكلة بتواجهك في حين ان انت اصلا بتاعك اه كمان مديك اوشن انت تعمل تعمل للشابينج وجايب لك كمان حاجات متشابهة ان انت تقدر تستغل عليها الوضع مختلف تعامل فهنا بنقول ان في مشكلة ومنبتل ان احنا نعدل فيه نرجع بقى نعدل ايه في الويبسايت بتاعنا بدل ما انت كنت تدبست وروح تعملت الاعلان ما راجعتش اللي محمود ادهي لك فانت تدبست فاللندنج بيجي فيها مشاكل وانت على الله ربنا يسترع بقى معاك بعد ما صرفت الفلوس دي هتتفح من جيبك او هتشوف هتعمل ايه فالزمن تتأكد تتأكد من الموضوع ده وتتأكد بشكل كبير ان انت الامور بالنسبالك مظبوطة وان كل حاجة بالنسبالك ماشية بشكل مظبوط علشان لو ممشيتش على شكرا ليك انت تدبست وشكرا ليك انت يعني خلاص كده هتبتدي تعمل اصلا التست بتاعك من الاول لان انت مراجعتش الشغل بتاعك بشكل مظبوط تمام ودي كيس موجود اه وتشرح قدامكم بحيس ان انت تبقى تبقى في تبقى انت الامور بالنسبالك واضحة فانا عندي هنا مشكلة في فانا مش هقدر ان انا اشتغل على بعد كده بتاعتك هتبقى مشكل زي ايه التفاصيل اللي انت بتشتغل عليه وليه هنا بنقول كوست مش بنقول لان احنا لسه ما دفعناش احنا لسه ما دفعناش طيب هننزبطها لزي لازم انتعمل تاست اي عميل يجي يقولك انا محتاج ابتدي او انا محتاج افهم الاعرف انا هصرف كام بتدي يقوله نعمل تاست يعني لازم نعمل تاست ومن التاست نبتدي ان احنا نشوف هنشتغل على ايه او احنا بندفع كام الكمبيتشن ماشي بكام الكيووردس تمنها كام الكمبيتشن بتاعتك او المنافسة بتاعتك عالية ولا منافسة تعبانة كل امور دي كلها مهمة جدا جدا لازم انت خليبه لك منها طيب انت بعد ما تعمل تاست نبتدي نحدد الكوست بتاعتك طيب انا ماشي عندي كوست قولي نبتدي بكام قولي نبتدي بكام نبدئيا كده نبدئيا في اوبديت نظل من جوجل انت اصلا خمسمائة جنيه سوري خمسمائة دولار بعد كده لو انت جيت تشتغل مع جوجل لما بنعمل التاست بعد التاست بنخش في حاجة اسمها انا اتكلمت عنها من يومين في بوست بتعمل حاجة اسمها performance plan من شروط الperformance plan دي ان انت تكون بتصرف خمسمائة دولار خمسمائة دولار بردي تمام خمسمائة دولار بردي ده 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 عشان تقدر تطلع performance plan لو انت صرفت متوسط اخر ثلاث ايام اقل من كده فهيكون الموضوع بالنسبة لك في مشكلة انت انت بتصيبها ديفلت اما بتعملها خمسمائة دولار اما بتصيبها على حسب الديفلت بتاعتها لما تيجي على فيسبوك او بتصيبها مفتوحة وتشوف هو هيرسيلك بتاعتك على ايه وتبني الاستراتيج بتاعتك هل انت محتاج تدفع قليل وتجيب العملة اللي بتقع ولا محتاج ان انت تبني على الجزء بتاع اللي هو لا هاتلي احسن تجيب لي احسن ممكن تجيبها بغض النظر عن طبعا ده بتستشفه من العميل اللي معاك هل هو عميل تعبان ولا عميل قادر انه يدفع ومحتاج انه يكسب وتكوبر البيزنس بتاع والامور دي كلها تمام فهنفترض نحن هنلعب على مثلا خلينا نقول ستمائة دولار مسلا طيب بعد كده بتاعتك ايه بالزبط مظبوطة ولا مش مظبوطة طبعا بعد موضوع مش في مصر بتحديدا والامور دي كلها فهل انت بتاعتك مظبوطة ولا في 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 فلوس محطوطة والامور معاك فيها مظبوطة ولا لا هل انت حاطت بتاعتك ولا بتاعت والامور بتاعتك دي كلها هل انت حاطت المدفعات بتاعتك بشكل مظبوط ولا لا فانت اصول الدفع بتاعتك مظبوطة ولا لا ده ده سؤال مهم اصول الدفعة بتاعتك مش مزبوطة في الكمبين مش هتجتهب. فالتازمة تكون متأكد ان انت معاك لو انت هتشغلها هنقول مسلا هنشغلها في مسلا ست ايام. تمام? فانت فانت عندك الجزء بتاع ان انت تحسبها ان انت معاك الستمية فيه هنقول مسلا ان احنا بنقول ستمية في سبع ايام فانت معاك الفين ايه وربعمية فانت معاك الفين هنقول ايه الفين وربعمية عشان نبقى احنا حطين ايه الكيز بتاعي. طيب آآ بعد كده اقولنا الديجيطال بلاتفورم من الحاجات المهمة جدا لو انت هتشتغل الكمبين على سوشال ميديا ان الديجيطال بلاتفورم بتاعتك تكون مربوطة بال��ز أكاونت. وتكون مربوطة بانستجرام لو انت هتفعل انستجرام تكون مربوطة بالووتساب عشان ما نجيش يلا بينا ويلا هنعمل تلاحك ايرور يلا بينا انت عندك ايرور في او عندك ايرور في ان انت هتختار الواتساب تبيجري هات الووتساب نفتح الووتساب بتيجي تعمل لنك واللولك لا معلش اللينك ده احتبش يقدر تربوت غير بعد سبعة ايام لانك انت لسه فاكك الووتساب ده من واتساب تاني قرود احنا اعطلنا على سبعة ايام بجزء تقني احنا اصلا مخدناش بنا منه مش عارفين هو الدنيا فيه مزبوط او لا لا تمام فانت او انت مش مربوط بين انستجرام وانت هتشتغل انستجرام من الاكاونت فانت عندك كده مشكلة او انت هتشتغل سناب شات فانت الاكاونت بتاع سناب شات مش معمول له كريشن او انت هتشتغل على على فيسبوك من الاد اكاونت او انت اصلا مش معمول لك الامور دي كلها الكيس دي كلها بتطلع وتلاقي افتكاسات كده بتحصل غريبة وانت جاي بتلانش الاعلان الكيس غريبة تمام فانت علشان تحاول تقلل من مقدار المفاجآت اللي بتحصل وانت بتشتغل الاعلان بتاعتك لا لازم تكون متأكين اوه البلادفورم بتاعتك مزبوطة مربوطة بالبزنس اكاونت مربوط بها الواتساب لو انا شغل واتساب مربوط بها الاندينج بيج الامور دي كلها فانا بالنسبة لي الامور دي كلها مزبوطة اوه تمام مزبوطة شكرا ليك خلاص انا الموضوع بالنسبة لي منتهى حاجة بعد كده ليه علاقة بهيه التراكينج تولز مزبوطة ولا طبعا التراكينج تولز ليه الجي تي ام تمام جوجل تاك مانيجر عندي مزبوط بيسمع ولا لا جوجل تاك مانيجر كده خلينا ببساطة نقول جوجل تاج عشان الناس برضو تبقى جوجل تاج مانيجر تمام الناس تبقى بالنسبة لها لو حدث عنده خلفية عن جوجل تاج مانيجر ايه هو جوجل تاج مانيجر او التراكينج بشكل عام ممكن يكون ايه الموضوع بشكل بسيط جدا 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 انت بتربط الويبسايت بتاعك بالبلاتفورمز مختلفة علشان اقدر اخد قرارات واقدر احقا يعني بربط الويبسايت بجوجل اد بربطه بفيسبوك بربطه بلينكد ان بربطه بانترست بربطه بجوجل اناليسز الامور دي كلها فاللي بيحصل كل ادي بدخل على حاجة اسمها جوجل تاج مانيجر واخد من الكود والكود ده بروح ضيفه في الويبسايت طيب خلاص ضيفناه في الويبسايت شكرا للويبسايت انا مش محتاج منه اي حاجة تانية ومش محتاج ارجع للديفولوبر اللي هيطلع عيني ويقرفني عامل ما يضيف لي الاكواد ومش هيعرف يضيفها في الاخر لأ انا شكرا انا انا من جوجل تاج مانيجر ربط الويبسايت وخلاص على كده وبعد كده برجع اربط ايه جوجل تاج مانيجر بالاناليسز او بربطها بفايسبوك باكسل او بلينكت ان او اي ان كان طبعا على حسب طبعا او سنابشات اي حاجة انا محتاج اربطها بربطها اي ان كانت ايه بحيث ان انا اقدر اتراك اقدر اشوف كم عميل دخل كم عميل هو شفني كم عميل قلب في الابليكيشن كم عميل دخل وحمل الابليكيشن كم عميل اعمل سكرول كم اقدر اشوف التراكينج كله بشكل كامل اقدر اشوف كل حاجة فعشان تبقى شايف ده وتقدر تشتغل صح بما احنا ما بقناش نشتغل اي كامبين من غير تراكينج وحتى في بعض الاعلانات اصلا اصلا بعض الاعلانات من ترداش تشتغل غير لما يكون في تراكينج يجي يقول لك والله انت مش رابط باكسل فانا اقول رجل مش هقدر اشغال لك الاعلان انت مش رابط مش عامل الكونفرشن تراكينج فانا مش هقدر اشغال لك الاعلان وتفاصيل كتيرة جدا جدا فلازم اكون متأكد ان انا عندي جزء التراكينج مظبوط اللي هو ايه بجيب جوجل تاج مانيجر اربطه بالويب سايت ومن خلال جوجل تاج مانيجر ببتدي اتعامل بقى انا بالجوجل تاج مانيجر والاااا والبلاتفورمز بتاعتي كلها اربط بيها براحتي بدل ما انا ايه قعد اجري ورا بتاع الديفوليبر وهو يجري وراي وفي الاخر ما بيعملوش اي حاجة تمام فانا بربط طبعا ايه جي تي ام وجوجل تاج مانيجر وابتدي اربط جوجل داتا مسلا ستوديو وابتدي اربط مسلا هوت جار ايه كل الـTools اللي بتستخدمها او التول اللي احنا عارفينها او التول اللي احنا ممكن ايه اا اللي احنا عارفينها كلها وطبعا ممكن اربط جوجل تاج مانيجر بالويب سايت من خلال غير مروح للسوشيال ميديا اربط جوجل تاج مانيجر بالويب سايت والمن الويب سايت اربطه بجوجل اد طبعا بربط وبنسك شغل التراكين بتاعتي على حسب على حسب شغلي. في لازم اربط كله وببعضه ولازم انا ازبط كل التراكينج بكل البلادفورم وانا مش هشتغلها. لا عادي انت اربط بتاعتك على حسب ما انت اربط الايه? الاكاونت بتاعتك على حسب شغلك وعلى حسب البلادفورم اللي هتشتغل عليها. يعني مثلا احنا لو بنشتغل في اه اه في الامارات مثلا او السعودية او كمية لازالي ممكن لو احنا مثلا هنستخدم معاهم سنابشات لو احنا هنستخدم معاهم اه سنابشات. اه ومش بنستخدم معاهم فيسبوك. خلو ازا انا مش لازم نقعد استنى واوقف الادز بتاعتي عبال مربط الفيسبوك. مش لازم. يعني مش لازم ان انا اروح اه موقف الاعلان بتاعي عبال مربط فيسبوك. انا اصلا مش هستخدمه. لا عادي انت ممكن تربط عادي جدا 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 بايه? بالبلاتفورم. تمام? في حاجة تانية اساسية ممكن نضيفها على جزء بعض الاجزاء اللي ممكن اشتغل ان انت يكون كاسي اي او وكيو اي طبعا مزبوط. اه بشكل كبير ده على حسب لو انت هتشتغل ازا ويب سايت مش هتشتغل بس الكمبين ازا سوشال ميديا على الفيسبوك ديريكت. فدي على فكرة من الحاجات المهمة والاسي او من الحاجات اللي بتقلل معايا الكوست يعني بتقلل معايا الكوست بشكل كبير. وبتساعد ان بتساعد في بتاعت الاعلان. ان انا بتاعه مضبوط. خصص مدام اه بتاعه مضبوط. انا اقدر ان انا ايه؟ اشتغل بشكل كبير على اه قادر اشتغل بشكل كبير على ايه? الاعلان بتاعي. وادر ان انا ادخل الاعلان وايه اشتغل على اه الاعلان بشكل كبير. تمام? فدي من الحاجات المهمة جدا جدا. واللي بتفرق طبعا على حسب. بتفرق. على ايه? على حسب ايه? على حسب طبيعة الاعلان اللي انا بشتغله. لكن هي حاجة اساسية جدا جدا. ان انا بتاعي بكون مزبوط. وعشان بعد كده بشتعل على حاجة تانية. بس دي بعيدة. خلينا كده نقولها بعيدة. عن بشتعل على حاجة اسمها. تمام? اللي هو ايه? انا بعمل بتاعتي. حتى ممكن انت بتعملوا عنها سيرج. بتعرفوا اكتر. انا مش عايز ادخل لكم في حاجات اه 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 ادفانست عن كده. اه بنشغل حاجة اسمها سي ار او. والسي ار او ده بنقدي ايه? بان احنا بنعلي في البرفيرمنس. وبنوسع المشاكل بتاعتنا نحاولها الحلول. دخلنا مسلا على الويب سايت زي ده مش عارفين. نشتري. فمن الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا نعمل ايه? ان احنا ناخد الجزء ده. ناخد الجزء ده او المشكلة دي ونحولها اه ليه حاجة مهمة جدا جدا. ونحولها ليه ايه? الشغل بتاعنا. ونقول اه ونقول ان احنا محتاجين ان احنا نعدل فيه الشغل ده. ونشتغل عليه. طيب من غير ما ندخل في ايه في اكتر من كده. ده بس جزء بمقور من. احنا نسا بنقول يا هادي وبنقول آآ يعان ايه او ده كله بنقول يعني ايه? إيه الحاجات الاساسية اللي هنشتغل عشان نشغل الاعلان. يعني احنا احنا قصلا كده مدخلناش في الاعلان اصلا يعني احنا لسا بنقول الحاجات ده الاساسية اللي احنا لازم تكون موجودة عشان نشتغل الاعلان. تمام? طيب آآ من الحاجات او القناعات اللي انا مقتنع بيها ان اي حاجة ليها علاقة بالموركتنج دي حاجة انا مقتنع بيها كمحمود ودايما بشتغل بيها ودايما يعني بتبقى سبب من النجاحات اللي بنعملها في الموركتنج ممكن تاخد بيها او لا ان اي حاجة في الموركتنج لازم ان تشتغلها أو analytics وبعد بتشتغل strategy وبعد strategy بتشتغل action تمام لازم بتشتغل analysis وبعد بتشتغل strategy وبعد strategy بتشتغل action. ممكن تاخد بيها او لا. لكن خلينا نمشي مع الطريقة دي ونقول ان احنا محتاجين نبتدي بايه? نبتدي بالاناليسيس. نبتدي بالاناليسيس. الاناليسيس هنا من الحاجات المهمة جدا جدا اللي انت المفروض تشتغل عليها. طب احنا هنعمل الاناليسيس لايه? ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نعمل عليها الاناليسيس? عشان نكون فاهمين الامور بتاعتنا ماشية ازاي? حاجة اللي احنا نعمل انا لزيز اهم حاجة فيهم هي الـ product طبعا احنا الـ product طلعنا كل الـ details بتاعته خلاص انا معي خدت تفاصيل المنتجات ويخدت الـ price والحاجات دي كلها وفي منها بعد المنتجات لازم نكون عندي background كويسة جدا عن الـ personal اللي انا محتاج اروح لها الـ personal اللي انا محتاج اروح لها كتصور عام كتصور عام مش لازم الـ details جدا 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 لان انا هاخد ده احطه في الـ taste وابتده اشتغل به فانا محتاج مثلا ابيع الكلام ده لمين انا انا محتاج ابيع الكلام ده لمين ليه مثلا صناعية مثلا لو احنا بنقول على اللي احنا بنقول على نفس المنتج اللي احنا بنشتغل عليه صناعية الـ powder ممكن اشتغل على الناس اللي هي الـ اصحاب الورش تمام ممكن كمان اشتغل على صناعية الـ powder او مثلا اشتغل على اصحاب محلات الحديد تمام ممكن اشتغل على التلاتة دول طيب ممكن الناس دي عمرها كان ممكن الناس دي يكون عمرها من خمسة وعشرين سنة لحد خمسة وخمسين سنة الـ education ممكن يكونوا اصلا مش متعلمين او متعلمين مش عارف الـ income الـ income ممكن يكون كان لو في اي دولة برا مصر الـ income ممكن يكون معروف ممكن يكون الدخل معروف ممكن يكون بياخد فيما يعادل الـ 5000 دولار وخلينا نقول ان مثلا اه عدد مثلا السنين اللي هو اشتغلها مثلا او عدد السنين اللي هو اه كان عنده فيها عشان يوصل للليبل ده فهنقول في في افريج خمس سنين وين بتبقى نحط الـ pain points بتاعته ايه النقط اللي بيشتغل عليها عايز منتج كوي يرضي بيه عميله تمام هو محتاج منتج كوي عشان يرضي بيه العميل اه دي نقطة اللي هو اه محتاجها محتاج تعمل له motivation بايه او الحاجات اللي هو اه محتاجها اه ياخد خصم تمام او نظام نقط هو محتاج ياخد خصم او طبعا الحاجات دي انت هتعمل علىها سيرش قبل ما تشتغل انا بشرح لك من الـ background بتاعت الـ project واشرح لك من ايه الـ background بتاعت الـ project فانت الحاجات دي لازما يكون انت اه عندك عنها background وتعمل عنها سيرش عشان عشان توصل الكلام ده بس انا بحاول امشي معاك اه بشكل سريع علشان اه عشان وقتك لكن انت الحاجات دي لازما تعمل عنها سيرش وتشوف الناس دي بتبقى محتاج ايه وبتطلب ايه وبتعمل سيرش عن ايه والامور دي كلها فالحاجات دي هقول لك برضو كمان تطلقها عنين الـ needs بتاعته بودر cutting بالكيلو تمام لان بيكون فيها حاجات مثلا علب بيكون فيها حاجات مش عارف ايه فوق بيبقى محتاج اه الامور دي اه كلها محتاج يوصل لا ايه لا احسن اه سعر وافضل وايه بافضل جودة تمام فكده بتطلع بقى عمال عمال تطلع كل فانت بعد اما بتقيل ايه لازم تبقى الكلام ده كله انا اصلا اه بعمل الكلام ده كله ليه او انا ايه الهدف ان انا اوصل للكلام ده كله وهدفي من الكلام ده كله ان انا اوصل لتصور كده هيكل الراجل ده في دماغي يكون عاملت زي او الراجل ده شبه اه عم احمد انسان كاري اللي بوديله العربية بتاعتي الراجل ده شبه الحداد اللي بنالي الباب بتاع البيت تحت الراجل ده شبه صاحب محل الحديد وصاحب محل البوية اللي انا ممكن اتعامل معاك فخلاص انا بنيت تصور للراجل ده بنيت هيكل في دماغي وفاهم طبيعة الراجل ده وابتدي بقى ايه الحاجة اللي هو بيحبها ايه الحاجة اللي هو مش بيحبها طب هل انا لازم ام يعني لازم نكون فاهم ده كله 100% انت لو فهمت ده او انت بنيت البار برسونة بتاعت الكلاينت بتاع بنسبة 60% انا اضمن لك ان انت بشكل كبير هتقدر توصل لحاجة من ايه من الحاجات دي وتكون فاهم بشكل كبير طبيعة الكلاينت بتاعك وتكون فاهم بشكل كبير طبيعة ايه الكلاينت بتاعك طيب بعد اما احنا بنينا ال background دي ليه احنا اصلا عملنا ال background دي ليه ووصلنا ال ايه تعال كده نشوف اللقطة اللي بعدها ايه قبل ما نخش فيه تقسيمة الكلاينت احنا بنطلع ال keywords specifically لو احنا هنشتغل على جوجل لازم نطلع ال keywords اللي احنا اشتغلنا عليها كل الكلمات اللي المفروض ان احنا بنشتغلها او اللي موجودة في الماركت يعني احنا لو جينا هنا مسلا قلنا powder muscle and powder coating تمام لازم انت تبقى انت عارف الناس اللي بتدور بتدور على ده ايه يعني الناس اللي بتدور على ده ايه خصوصا بقى خصوصا ان ان لو منتج انت بش عارف عنه حاجة لو منتج انت بش عارف عنه حاجة بتبقى بالنسبة لك بقى مشكلة بتبقى بقى تشوف تدرس اصلا المنتج وتقعد انت تذكره بشكل كبير علشان تقدر تقديه في حاجات كده شفتها كذا مرة لكذا ممثل اجنبي شدني في مرة ان هو حد كم منهم كان بيقول ان انا قعدت ستة شهور اذاكر طبيعة الشخصية نفسها واقرة عنها واذكرها ورحت خدت سيشنز في حتة معينة فبدأت اسهرش في الموضوع ده لقيت ان الممثلين نفسهم اللي بيجي يشتغلوا في افلام بيبتدوا ان هما يقضوا فترة تحضرية يذكروا يذكروا الشخصيات نفسها اللي يتكمسوها يذكروا الادوار يذكروا الحركات يبتدوا يتمرنوا على طريقة المشي يبتدوا يتمرنوا على طريقة اللي هو طالع بدور حداد يبتدي يروح محل حدادة ويبتدي ان هو يمسك ويبتدي يدرب نفسه وازاي الحداد ده طبيعته بتطلع لزاي امورة كلها فدي هو تقريبا احنا بنعمل كده لازم ان تكمس دور البرودكت ودور الماركت ودور صاحب البزنس ودور الكاسمر اللي هيشتري والناس دي كلها لازم انت تكمس دورها وتعيش دورها بشكل كبير يعني تعيش جوه الدور تعيش جوه الموضوع بشكل كامل تمام فاحنا دلوقتي بنشوف العميل عاملين زي دوره عامل ايه تمانين في المية من شغلك ان انت تفهم تمانين في المية من شغلك ان انت تفهم سهل جدا تعمل كلاكس وتران الاد تمام بس بدلا ما انت هتجيب الكوست بتاع الاعلان او كوست بردليد خمسة وعشرين جنيه انت ممكن هتوصل معك لمية ومثل وخمسين وما على ذلك وانت بالنسبة لك مش تبقى حاسس لانك ما درستش بل انك ما شفتش فبالتالي البزنس هيخسر فبالتالي انت هتخسر يعني حاجة ارجنت جدا جدا انت تفريد ذاكر الكلام ده ان الكلام ده لو انت الكمبين هتاخد منك تحضير يمين وتبتدي تران في اول يوم وبعد كده تشتغل عادي اعمل الكمبين بتاعتك اعمل الكمبين بتاعتك على حوالي عشر تيام سبع تيام ران وتيست تمام وتلات تيام دراسة وتحضير للكمبين نفسها ممكن انت مشيها كده احنا كنا نمشيها كده احنا معنا تلات تيام نحضر فيها وندرس فيها كويس جدا جدا المنتج والسوق والكلاينت والامورتي كلها والبرايسينج والامورتي كلها فيه فيه واحدة من البرادكت اللي قعدنا نشتغل بها فترة طويلة وفي الاخر اكتشافنا ان هي بيبيع بشكل وحش لان في منها موجود اصلا على امازون بسعرها اقل بكتير جدا جدا فالنازل بتاعتك في نفس في نفس المكان فبقى الموضوع بالنسبة لهم اه لا هو ممكن يجيب من امازون يعني تمام طيب دلوقتي الناس بتدور على ايه والله الناس بتدور على بودر كوتينج نيرمي اللي هو بيدور على الاقرب مكان اه قريب منه للبودر كوتينج فهنا الناس لان يدول اصحاب زي ما قولنا اصحاب مثلا الورش او او الامور دي كلها فبالنسبة له ان هو بيدور على مكان قريب منه لان هو يشتري منه او ياخد منه البودر ده تمام طب ما احنا ممكن نعمل حاجة احنا ممكن هنا اصلا دورك كموركتينج ان انت تفتح افكار مختلفة للبزنس وتفتح طرق مختلفة انا مش جزت برن اد وشكرا على كده طب ما احنا ممكن نشغل البودر كوتينج ده ديليفوري ان ان انت لو انت صاحب ورشة او صاحب مصنع او ايه كان او بشتغل في الحديد شوف انت عايز الوان ايه وحاجات ايه وطلبها اولاين او اتصل علينا وانحنا نوصل لانك في نفس الساعة ويبدأ اسرع حاجة توصلك تشتغل واحنا معاك يعتبرنا المصنع بتاعك فدي من المين بوينت انت عندك واحد واربعين الف بيدوره على البودر كوتينج فدي الحاجات مهمة جدا جدا طيب ده ده يعني الكوست بركليك معاك عاملة حوالي اتنين دولار يعني العميلة اللي بيخش ويكليك على الويبسايت اه ويخش عندك بيدفع اتنين دولار فدي من الحاجات المهمة جدا فانت بتاخد الكيووردز تمام بتعمل لها داولود او بتبتدي ان انت تشتغلها وتفتحها وتشوف والله دي ايه الكيووردز ودي بتاعك عدد البحس او معدل البحس عنها اه قد ايه وكمان بتبتدي تشوف غير الكلام دا كله بتبتدي تشوف الآآ غير معدل البحس بتبتدي تشوف ايه بتاعتك عاملة ازاي عشان تبتدي تفهم فهنا احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن ان احنا بنجمع بنجمع الكيووردز المفروض بنشتغل عليها الكلمات اللي ايه المفروض بنشتغل عليها طيب احنا دي الكلمات الناس بتدور على الكلمات دي ودي الفاليو بتاعتها ودي الايه? بتاعتها بنبتدي ايه? بنحطها معنا ونبتدي نشتغل عليها. تمام? طيب الناس اللي مش عارف حضرت قبل كده او سمعت معنا الجزء اللي ليه علاقة بالكيوردس احنا عندنا في الكيوردس شيء مهم جدا لذلك بنقول بتاع الميتجا باير لازم نكون فاهم اسي او حتة معينة زي ما احنا بنقول ليه علاقة بالايه بالاسي احنا عندنا في حاجة اسمها في الكيوردس كده على جنب على جنب على جنب كده اسمها او النية خلينا كده نقول بشكل مبسط بنقول نية العميل العميل ده اصلا اللي بيدور نيته ايه? والله نيته يشتري فهنا دي نية تمام? نية ان هو يشتري تمام? فهنا احنا احنا بنتكلم اه اه في نية العميل واحدة من الكمبينز اللي انا شفتها او راجعتها لحد عنده مشكلة في الكمبين بتاعته ان الكيوردس لحضرتها كتير ومعدل السيرش بتاعها كويس كل حاجة بس يعني الكيوردس نفسها نية العميل اللي بيدور على الكيوردس دي مش ان هو يشتري ابدا ابدا هو نية العميل ان هو بيسيرش بيشوف بياخد فكرة عميل بيكمبير ما بينك وبين حد تاني منافس ليك الامور فحاشر الكامبين بتسعين في المية كيوردس هو مشغلها وبيدفع عليها فلوس وبيحصل معدل سح اه سيرش وبياخد معدل اه 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 او نكرات على الادز بتاعته وهو في الاخر ما بيبيعش لان العميل اصلا داخل نيته مش يشتري العميل النية بتاعته ايه? هنا في حاجة تانية احنا بنقول نية العميل نية العميل ان هو بيدور على المكان تمام? او بيدور على برند تمام? دي دي نية العميل او بيدور على اه قلنا المكان وبيدور على اه ان هو بيدور على برند او بيدور على سعر تمام? فهنا انت لازم تفهم نية العميل ايه? هو داخل يدور على مكان زي الكيس اللي احنا بنقول عليها دي. فالعميل اللي داخل ان احنا محتاجينه هنا الفئة بتاعته او بتاعته ان هو بيدور على ايه? بيدور على بيدوار على الارضي يدوار عاما ندخل بيدوار او بيدوار على براند عو بيدوار على بيدوار على سائرة او بيدوار على ايه دى ممكن ترجعوا لها في الريكورد اللي كان قبل كده بتاع الكيووردز لكن احنا لازمها نجمع الريكوردز اللي هي علاقة بالبراند الريكوردز اللي هي علاقة بالدجيتال ماركتينج لو فيه كيووردز مستخدمة في جزء recipe في حين ان الSEO بدأ يتوسع لـ Digital Marketing الماركتنج بلاتفورم والـ Social Media وكمان المنافسين بتوعي بيقولوا إيه إيه الكيوردز اللي بيستخدموها وبناء على الكيوردز دي بنبتدي نشتغل منها لأن حتة الكيوردز دي هنرجع لها بشكل مهم جدا 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 ونبتدي أن نحنا نبتدي نشوف إيه الكيوردز دي بتشتغل على إيه أو بنقول إيه ومهم جدا جدا كمان أنت الكيوردز اللي أنت هتشتغل عليها لازم لازم تكون بنفس اللغة بنفس الطريقة والامور دي كلها طيب تعال كده بقى نروح للحتة المهمة جدا جدا واحنا بنشتغل احنا دلوقتي عندنا كام عميل مفروض احنا كنا مطلعينه في الريكوارمنت والله احنا هنا اول حاجة بنبتدي نشتغل عليها في الجزء بقى اول مرحلة اللي بعد كده مش عايزة تتوه احنا خلاص نجم كده الحاجات اللي احنا قولناها علشان بدأنا نخش بقى في الجد احنا كل ده بنجهز بس احنا قلنا عندنا ريكوارمنت الريكوارمنت دي لازم ان تكون مجهز فيها الحاجات الاساسية اللي انت المفروض هتلعب عليها وبعد كده الجزء التاني ليه علاقة بشكل كبير الجزء اللي ليه علاقة بالانالتكس كبر برسونة وككمباتاتور المنافسين بشكل كبير وليه علاقة كمان بتقسيمة الكامبين بتاعتك ويه الكيوردس اللي هتشتغل عليه طيب تعال كده نشوف الجزء اللي بعديه بيقول ايه بيقول اه بيقول ان انت فيه position معين تمام position معين اللي هو ايه بيفرق معاك جدا جدا انت تكون مقسم الكامبين بتاعتك لأكتر من position لأكتر من ايه والأكتر من position لأكتر من position ازاي يعني هنا انا محتاج اخد في concept ده هنقول ايه اصحاب الورش تمام هنا نقول ان انا هنا بتكلم عن ايه اصحاب الورش الورش طيب الجزء اللي بعديه محتاج مين والله محتاج اه قلنا مين احنا بقى هنا في client110 وحنا هنا فهمنا منتجات احنا هنا لقلنا. منتجات منتجات قوتينج الوان نرجح ايه احنا كنا مطلعين اا Bourder الاجزاء اا اللي احنا بنتكلم فيها اا عن العميل بتاعي كنا مطلعينها اه انا او كنا مطلعوين هنا ايه قلنا اصحاب اا صناعية البودر تمام صناعية البودر تمام تمام؟ فحنا هنا بدعنا نقسم بقى هنا بدعنا بدعنا الشغل تمام؟ اه اصحاب محلات الحدادة تمام؟ طب هنا احنا احنا حددنا دول ليه عشان كل واحد منهم هيكون ليه الاعلان المختلف بتاعه كل واحد منهم هيكون ليه اللي هيكاتش معاه صاحب الورشة هنكلمه في كوست الصناعي هنكلمه باسهل طريقة أسهل طريقة تقدر تستخدم بها عشان نوفر عليه في المجهود أصحاب المحلات الحدادة هنكلمهم أن دي أكتر حاجة هتحفظ على المنتجات بتاعتك فكل واحد هيكون لي الكونسيت لي كل واحد هيكون لي تورجت أصلا لوحده طيب بعد ما طلعنا لده أنا بقى هجيبي العميل ده إزاي عندنا هنا بنشتغل إما سواء في السوشيل ميديا أو جوجل آت بنشتغل بطرق مختلف حتى ممكن تشتغل لوكالايك ممكن تشتغل كاستم اوديينس ممكن تشتغل تورجتينج أن أنت تحط التورجت بتاعك بإيدك وما لازم من أفضل الحاجات اللي بنشتغلها في التورجتينج أزا سوشيل ميديا والكلام ده كله غير طبعا نحن الفترة الأخيرة ممكن الجزء اللي ليه علاقة بالتورجت ريسورس كان أو آخر حاجة أو آخر حاجة قيلها في السوشيل ميديا أو فيسبوك بشكل أحد البرود تورجت بشكل كبير من الحاجات اللي بتزود بنسبة 20% من من الإنتاجية بتاعتك لكن خلينا نقول إن أنا هنا الكنسيب تاني أنت تختار التورجت ريسورس بتاعتك التورجت ريسورس بتاعتك أنا هجيب العميل ده منين والله أنا هكتب إن أنا عايز ورشة عايز صاحب محلات ورش وابتدي أكتب كيووردس ولا المفضل إن أنا عندي ديستة بكل العملة اللي اشتروا قبل كده في اشتغالها كاستام اوديينس ولا عندي ديستة من العملة اللي اشتروا بكده فأنا هشتغل عليهم ولا أنا عندي آآ فيديو عليه آآ مليون مشاهدة فأنا هجيبي الناس اللي شافت الفيديو دي على اليوتيوب وابتدي أقول ليوتيوب كل الناس اللي شافت الفيديو ده يا جوجل هاتلي الناس اللي عليهم أو إن أنا هروح لجوجل واقول له يا جوجل دلوقتي أنا عايز الناس اللي دخلت على الويب سايت بتاع المنافسين أو إن أنا هروح على آآ هروح على غير غير كده هروح على معين وقل له الناس دي كلها او الاصحاب الورش دول بيحملوا الابليكيشن ده اه فانا محتاج الناس اللي حميت الابليكيشن ده ولا انا محتاج ان انا اروح وقل له انا محتاج العملاء اللي اشتغل دخلوا على لاندنج بيتش عندي في اخر تلاتين يوم طرق لا تعد ولا تحصل الطرق لا تعد او التورج بتاعتك الناس بقى اللي شغالة لا تعد ولا تحصل لذلك ده بيفرق جدا 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 ما بين عميل اه اه ما بين عميل هو بيشتغل على ما بين ميديا باير هو بيشتغل على فعلا اه احلانات وابتدي يطلع الكلام ده او حد هو فاتح بيزنس وبيبتدي يشتغل من نفسه ويبتدي يحط الطرق كده بايده والله انا عايزة الناس مش عايف ايه وبتدي يشتغل كده مع نفسه فده فيه فرق جبير ففيه ريسورس كتير فانت بتختار يعني حطيت لك مثلا تلات امثلة مختلفة ممكن انت تقدر تشتغل عليهم وتبتدي ان انت تباين منهم بعد كده والله انا محتاج احط السن من كام لكام على حسب طبعا ممكن صاحب الورشة يكون من تلاتة خمسة وتلاتين لخمسين ويممكن يكون الصناعي من اه مسلا من طوانتاشر خمسة وعشرين ممكن يكون صاحب المحل من خمسة وعشرين لاربعين وطبعا انت بتحط بتدي بقى ايه تبتدي انت بتجرب ما بين كل حاجة وحاجة والله انا محتاج احط مسلا هنا محتاج احط مسلا مسلا اه محتاج مسلا اشتغل على دي مش اوكي ممكن اشتغل على اه ممكن اشتغل على على حسب طبعا الدولة او انا محتاج مسلا اشتغل اه على حسب مسلا زي ما احنا اقولنا هنا في البيزنس ده كنا بنشتغل عن نيويورك اه وبتدي بقى احدد بقى بتاعتهم ممكن هتكون ايه انجليش او عربي او فرنش او على حسب فهنا ببتدي اقسم الكنسة اللي انا اشتغل بي مش ادخل بقى على على الفيسبوك داشبورد وابتدي بقى ايه اه اعود اناقي وعود اشتغل كده مع نفسي والامور دي كلها ولا لأ والامور دي واشتغل كده وانا وبختي ما ده ده ما ينفعش طيب هنا اصحاب الويرش ايه بقى اللي انت هتتكلم فيها وبتصبورت على الانهي نيدز تمام الحتة دي مهمة جدا 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 انت هنا المفروض الجزء اللي ليه علاقة بيقل تورجيت كونسد انت هتتكله على ايه ايه النقطة اللي هو عايزها عشان تقول له عليها صاحب الويرشة يهمه مكسب تمام وي وسعر تمام اه صاحب 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 الويرشة تمام يهمه اه مكسب وسعر فاحنا بنتكلم في ان هو عايز مكسب وسعر فده كونسد تمام مكسب وسعر طب انت دلوقتي المفروض اه النيدز بتاعته ايه محتاج يكسب تمام فاحنا هنا في المكسب والسعر ده هنقول له ايه اقل سعر تمام واربح اه نقاط مسلا فهنا Bauern دي جزئية اه جزئية مهمة جدا او حاجة بالنسبال له حاجة urgent بالنسبال ل انه لو قلت له خد مسلا خمسة كيلو عليهم كيلو هداية فهو بالنسبال له حاجة كويسة جدا ووفر كيلو فبالنسبال له تماما فينا هو الانتريست طاعته ايه تمام اقرب اقرب حاجة بقي لي يعني هنا هو هنا هنا هو هنا بنقول بقي هو بيدور عليه اقرب مكان بيبيع 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 باوردر كوتن Millionen دي من الحاجات اللي هو مهتم بيه. طب الكيووردز بتاعته ايه? ممكن تكون الكيووردز الاساسية بتاعته اقرب محللية في ايه? وما الى زي. وهي تبتدي تقسم الناس دي. تبتدي تقسم الناس دي هكذا. فأورادي انت بنيت بدل ما انت طلعت وبدل ما انت عندك آآ آآ شريحة واحدة عمل تفحط فيها وعمل تستهدفهم وتعيدوا وتزيد في استهدفهم. واردي انت عندك عندك عملة مختلفة. عندك آآ عندك عملة كتير تقدر ان انت تشتغل عليهم وتقدر ان انت آآ آآ تكونسبت معاهم وتشتغل عليهم وتغير تطلع من طبعا احنا هنا بنينا تلاتة كونسبت انت ممكن تشتغل على ستاشر عشرين كونسبت. تمام? انت عندنا على حسب بقى طبعا. انا لو ببيع آآ لو انا ببيع آآ منتج ادوية مثلا هنقول آآ زيت للشعر. فاحنا عندنا آآ بيعلي بينم الشعر دي كونسبت بيشير الاشراء كونسبت. حط بقى الكونسبت بقى زي ما انت عايز على حسب النينز بتاعت الناس وكل شريحة منها ما تشتغل عليها ولما شريحة دي تنجح تطلع منها الكاستم والكاستم تطلع منها لوكرايك وتعمل دابليكيت للكامبين وتعلي في البوضيت وتخش تنفس بصورة مختلفة وتغير في الكريتير. فانت عندك اصلا اصلا كل كونسبت من دول معاك فيه سنة تعصر فيه وتطلع فيه حدا ما تجيب اخره. حدا ما تجيب اخره. فانت ما بالك انت عندك ثلاثة اربعة خمسة ستة كونسبت. وكل شريحة منهم كل كونسبت ليه شريحة وبتطلع من الشريحة دي ناس كتير جدا فأوريدي انت اصلا لو انت شهال فانت اوريدي لو انت معاك براند واحد فانت ربنا معاك اصلا عبال ما تخلص البراند ده وتسكيل فيه وتطلع فيه وتهرس فيه حدا ما يباله صاحب. تمام? فانت انت بقى بتبتدي ده اهم حاجة بين فهمك للمنتج نفسه. وفهمك للمنتج نفسه طلعت منه كذا شريحة. والكذا شريحة دول طلعت منهم ايه اكتر من اه اه عميل اه واكتر من كذا جزء فانت اوريدي الشغل معاك مفتوح. تمام? طيب تعالى بقى هنا خلاص احنا كده فهمنا الطريقة بتاعت التورجيت اوديينس وازي ان انت تطلع بتاعتك. واي من تبتدي تطلع الكونسبت بتاع العميل وايه كونسبت العميل تبتدي تطلع على حسب كل الكونسبت. الكونسبت ده العمله دول من كام لكام ولوكيشن ايه? على فكرة ممكن كمان تأسم يعني انت كمان ممكن تلعب على مختلفة. انا ممكن الالعب على المسلا الوعيشن لو دلعب مثلا على ماصل انان عندي القاهرة مثلا وعندي اه حيثة الصعيب وعندي مثلا لبحري او اسكندرية او الحيثة دي فانا هأسم تلاتة لقشن على حسبк مثلا هنقول ان انا مسلا عندي تلاتة اربعة تعالا مثلا هنا خلينا نقول ان انا عندي هلعب على القاهرة. تمام? فهنقول ان احنا هنشتغل على التلاتة تورجيت اودينس دول في القاهرة. ونرجع ناخد التلاتة التانيين دول في نفس اللوكيشن او ناخد الناس دي او هناخد الشريحة دي. فاحنا المتغير بتاعنا بيلعب على اللوكيشن. مش بنيعبها على كونس. لا انا هاخد في القاهرة. اصحاب الورش والصناعية بتوع البودر واصحاب المحلات. واجي في اسكندرية. اروح واخد التلات اتغاد شرايح. واشتغل عليهم. وهلاقي ان انا في كل محافظة منهم في شريحة معينة بتنجح معايا وشريحة لأ. فأورادي بقى انا اتشغال على التلاتة الشرايح اللي ناجحين في تلاتة لوكيشن مختلفين. وهكذا. دي بقى متعة الميديا باير. متعة ايه الميديا باير? ان انت بتوعب باقي. مفيش حد زي التاني. مفيش كل. يعني انت بتطلع فكرة وحد تاني بيطلع فكرة وحد تاني بيسكيل على فكرة مختلفة وهكذا. فالامور دي مهمة جدا جدا. انت انت محتاج تطورت كده دماغ مع نفسك كده تطورت تطلع. طبعا انا ممكن العب على اللوكيشن. وغير من اللوكيشن ده اطلع لكل لوكيشن منهم التلاتة كونسبت المختلفين. فالتلاتة كونسبت دول هطلع من التلاتة كونسبت ايه بالزبط? هطلع من التلاتة كونسبت اه كل واحد منهم كامبين. فأورادي انت عندك كل كامبين هتلعب عليها بتلاتة وعمعك التلاتة اطلع منهم تسعة عاد. فانت قريدي عندك مسلا محتاج تعمل حوالي تلاتة كامبين فيهم حوالي ايه تلاتين اعلان مختلف. التلاتين اعلان منهم يطلع تلاتة نجحين هتاخد التلاتة النجحين تبتد توسع فيهم وهكذا. وليه لسعبتك تمام? فدي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي بيقعد يشتغل عليها بتاع الميجا بير ويبتدي ايه يبلان ويطلع وي ويشتغل على الامور دي كلها. طيب تعالي نروح ليه? السادة المحترمين تمام? السادة المحترمين دول لازم ان في حاجات اساسية اشتغل عليها ويطلع. ويبعد ما طلعها هاختاجها ويرجع لها وهبتدي ان انا بص عليه. اول حاجة من اصلا وده سؤال مهم لازم ان تعرفه من صاحب البزنس غير ان انت بتدور يعني انا بدور ايه تمام? بس لازم صاحب البزنس هو بيبقى ليه رؤية. عشان هيجي بعد كده يقول لك طب ما الاعلان ده مش شبه الاعلان بتاع المنافسين انا محتاج زي ده. طب ما انا بعمل يجي لك واحد يقول لك ايه? طب ما انا اصلا بعمل سيرش على المنافسين ولما بعمل سيرش عنهم بيظهروا لي اعلاناتهم. يا بيه يا سعد تلبيه انا حاجة وهم حاجة. انت انت بتنفسهم في مختلفة. بتنفسهم في في فكرة مختلفة. بتنفسهم هم اقوية في حتة فانا بلعب على الحد وطب بقى ليه لا. فانت لازم ايه تعرف منه? المنافسين اللي هو بيلعب عليهم مين? وايه? تبطيقى تشتغل على ده. وتبطيقى تشتغل على ده وعلى ده. يبقى انت معاك منه هو? قال لك تلاتة اربعة منافسين وايه في نفس الوقت خدت منهم واحد او اتنين اقوية وانت اشتغلت على تلاتة اربعة منافسين تانين طب تعالى كده ممكن مسلا اه انا المنافس مسلا بتاعي اسمه اه بريسماتيك مسلا اوكي? فمسلا ده ايه? المنافس بتاعي وهو اللي واخد الحتة بتاعت نيويورك ودي الحتة ايه? اللي هو شغال عليها وكمان هو مش شغال على دي بس ده هو شغال على على كل الدولة. يعني شغال على الدولة كلها وشغال كمان على دول تانية والامور دي كلها. فدي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي انت ايه تشتغل عليها. طيب الراجل ده دي لينكت ووب سايت او لينك ووب سايت وراجعناه وبصينا عليه وشوفناه. طيب البلادفورم ايه اللي بيشتغل عليها? بيشتغل اعلانات على انهي بلادفورم. والله الراجل ده بيشتغل على جوجل. تمام? لو احنا دخلنا دورنا طبعا انا بقول لك الكلام ده من الحاجات اللي احنا اشتغلناها قبل كده فانا بمليها بسرعة بس انت لازم ان تروح تسيرش على الكلام ده. تبتدي تدور الراجل ده تخش على فيسبوك وتشوف في الراجل ده شغاله ولا لأ? تروح تشوف على جوجل هل الراجل ده شغاله ولا لأ? الراجل ده بيظهر في انهي بيظهر في انهي بلادفورم ولما بيظهر مسلا في بلادفورم لما هو بيظهر على جوجل المفروض ان هو بيظهر في انهي في انهي مكان. يعني انا لما يجي مسلا ادخل على جوجل وابتدي اشوف الراجل ده. ابتدي اشوفه هو بيظهر فين? بيظهر في الصفحة الكام? الاعلانات بتاعته شغال على ايه? الامور دي وكلها. فدي كلها من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تبص عليها. تعالى مسلا كده نقول مسلا الراجل ده في مسلا يونايتد ستيتز مسلا اه بيشتغل على ايه? لو هو مسلا اه في اه في امريكا مسلا ويه بنقول ان هو مسلا في امريكا بيظهر فين? فوين بتدي نشوف الراجل ده بيظهر في الصفحة الكامل والنتيجة وعاملة ايه? لما مسلا نيجي نعمل اه نقول مسلا بودر الراجل ده اه بيظهر فين? تمام? فدي من الحاجات المهمة او هو حتى من غير كلمة بودر هو اصلا اه بيظهر فين بالزبط ودي من الحاجات المهمة جدا 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 اللي انت المفروض ايه تشتغل عليه? طيب اه تعالى مسلا ممكن كمان تشوف انت العميل بتاعك اه بيشتغل فين? يعني انت لما تيجي تشوف العميل بتاعك برضو من الحاجات المهمة ان انت تشوفه هو شغال فين? فتيجي تعمل وتشوف الراجل ده بيظهر فين? خلينا كده نشوف الراجل ده بيظهر فين? ويه? هناك على ده تعمل ويطلع لك النتيجة والله الراجل ده بيظهر في الصفحة رقم كزا. او الراجل ده بيبين في الصفحة الراجل ده او المنافس بتاعي بيظهر في الصفحة الستة وعشرين. الراجل بتاعي او المنافس بتاعي بيظهر في الصفحة ستة وعشرين. طب ما انا ممكن اعمل حاجة ممكن اروح جايب الراجل ده واي اقول ان الراجل ده آآ آآ بيظهر في الكلمة دي فانا ابتدي اخد المنافسين فاجأ اروح اقول لجوجل بطريقة الاعلانات بتاعت جوجل انا عايز العملاء اللي بيخشوا على اه على البيدي دي او بيخشه على الايه الصفحة دي طب لما نيجي مسلا نعمل بكلمة باسم المنتج هو بيظهر رقم تلاتة باسم المنتج هو بيظهر رقم تلاتة فانا شفت الكمباتتور شفت المنافس بتاعي بيظهر في ايه بعد وكيبيديا يعني هو هو بيظهر بعد وكيبيديا فماش يعني يعني انا انا من اصعب البروديكتس ممكن اشتغل عليه انه هو ظاهر في رقم ايه اه تلاتة ويظهر اورجانيك كمان يعني مش ظاهر بيد وظاهر ايه اورجانيك باسم البروديكت يعني انا ببيع فوله طعمية فلما حد بيعمل سيرش على الطعمية هو بيظهر له على طول الموضوع بسيط تمام فلازم تدرس تدرس الكلام ده وتشوف العميل اه شوف سوري ان الكمباتتور بتاعك بيظهر في الصفحة الكام وبيظهر على اني اساس وبيظهر بأني كلمات والكيوردز اللي الناس بتدور علي بيها والامور دي كلها بشكل اه اساسي فالاد لينك هنا بنقول مثلا ان هو بيظهر بجوجل فان نشوف مثلا ايه الاد لينك اللي هو او او لينك الاعلان اللي هو ظاهر به لو هو ظاهر ايه اه لو هو ظاهر باد فدي بتبقى من الحاجات من الحاجات المهمة اللي انت ممكن ايه اه تبتدي اشتهر عليها مسلا لو احنا شوفناه في السيرش اه العادي ممكن يكون بيظهر باعلان او بيظهر بايه وتبتدي ايه تاخد لينك الاعلان وهو ده مش اعلان بس غيرتنا اخد مثلا اللينك بتاعه ونقول ايه ان ده اا ده ايه لينك الاعلان لما يظهر لك الاعلان بتاعه بحيس ان انت هتحتاج ترجع له وايه بعد ايه بتحط الكوبي الراجل ده اه ايه الكوبي اللي بيحطها فهتبتي تاخد الكوبي بتاعت الاعلان وتقول والله ده ايه الكلام اللي هو بيكتبه او اه الحاجات اللي هو بيكتبها في الاعلان وتبتدي تفسر الاعلان بتاعه ايه تاخد الاعلان بتاعه الكل to action هنا اه مسلا اه مصلا اه عشرة في المية تمام فدي ايه الكلتو اكشن اه بتاعته. وانت انت انت عمال تطلع في افكار منه وعمال تفهم هو بيشتغل ازاي. وعمال تعرف منه الامور دي كلها. فدي من الحاجات المهمة اللي انت لازم انتخلي بالك منها. تمام? وهي اه 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 كنا عامل فري شابنج قبل كده. وهي اه نوع الاعلان بقى. هي الحاجات المهمة انا بتيجي اشتغل اعلان بتقول والله انا اشتغل اعلان ايه يا رب هل اشتغل وليد ولا اشتغل واتساب ولا يبقى وفار لي ولا اشتغل على الماسنجر ولا ايه فانت من فهمك للاعلانات من فهمك للاعلانات وفهمك لي الاودينس اه بتبتدي تطلع الاودينس اصلا موجودين فين والاعلانات اللي بتتحمل انواعها ايه وهي كزا. ثم فهنا هنقول هنا سيرش. تمام? اه هنا سيرب. وسيرب دي اختصار سيرش انجينج ريزالت بيج. تمام? ايه بالزبط الناس اللي محتاجة فيها? وايه بتاعته? اه وايه الكيوردز كمان ايه اللي بيشتغل عليها? هنقول مسلا طبعا بعد ما نطلع الكيوردز مسلا دي هو ساعدة كان بيشتغل على اسمه بشكل كبير فهنقول مسلا ان هو بيشتغل على الكيوردز دي. ودي يبتدي اتطلع تلاتة اربعة منافسين. هتفهم السوق. هتفهم السوق. السوق عامل ازاي? هتفهم السوق بتاعك عامل ازاي? وايه الحاجات اللي انت المفروض تشتغل عليها والحاجات اللي مشتغلش عليها الكلمات اللي تشتغلها. الكلمات اللي مشتغلها. انت محتاجة تعمل الكلام ده على الاقل مرة قبل اه اه اول وتاني وتالت كامبين. على كيه هتلاقي نفسك بتشتغل لوحدك. بتبتدي تراجع 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 بصة سريعة يا الله هات المنافس ده مبص عليه واشوف بتاعته ايه وهتلاقي نفسك هتلاقي الموضوع بقى ماشي معاك دايناميك. انت خلاص الموضوع بقى ماشي معاك دايناميك بشكل كبير جدا جدا جدا. وهيفتح معاك بشكل كبير. خصوصا ان ان دلوقتي الاعلانات كلها بقت تعتمد على ان انت تديها اكتراحات كتير. اه خمسة ستة هيدلاين مع تلاتاشر ديسكريبشن. وهي تديناميك على حسب الاوديينس والكلام ده كله. تديناميك على حسب اني احسن حاجة بتجيب بيرشز. تديناميك على احسن حاجة بتجيب ليه. تديناميك على احسن حاجة بتعمل كونفيرجن وهكذا. تمام? فانت لازم تدرس المنافسين بالطريقة دي. انا والله في منافس. بيعنده ويبسايت. وبيشتغل اعلانات على فيسبوك وجوجل. وده الاعلان بتاعه. وبيقول في الاعلان كزا. وبيشجع الناس على كزا. والميزة بتاعته كزا. والوفر اللي بيقدمها كزا. وشغل على الانواع الاعلانات كزا. بانتراستد كزا. ودي الكلمات اللي بيحاجة. انت مش بحتاج تعرف عنه حاجة تاني. انت بس. انت لو انت درسته بالطريقة دي. انت ممكن تروح تقف تبيع له في المحل بتاعه. خلاص انت فهمت هو بعمل ايه. فدي من الحاجات المهمة جدا كمان. من الحاجات المهمة جدا جدا. انت ممكن نضيفها هنا. الجزء اللي ليه علاقة. تمام? برضو من الحاجات المهمة. وكمان اللوكيشن. اللي هو بيبقى في اللوكيشن. اي تينك ان فهمنا المنتج. وفهمنا الكيوردس. وفهمنا العملاء. وفهمنا المنافسين والامور تكلها. انت كده جاهز ان انت تخش على الايه الاستراتيجي بتاعتك. دي جاهز ان انت تخش على الاستراتيجي بتاعتك. الاستراتيجي بتاعتك من الحاجات المهمة جدا جدا. اللي انت بتبتدي ترتبها بروئان. وترتبها بطريقة آآ مفهومة. وترتبها آآ آآ طريقة واضحة. وتبنيها كده بسلاسة. تمام? بحيث ان انت اللي انت هتنفزه ده هو اللي انت هتطبقه في حتة اللي انت هتطبقه هنا ده هو اللي انت هتحطه في حتة انت فهمت خلاص انت مين وبتعمل ايه وعايز ايه والمنتجات اللي انت هتشتغلها والادوات اللي معاك وعرفت الناس كمان حواليك بتقولي وبيبيع ايه وبتشتغل في ايه وعلى اني مكان وبأني طريقة وبأني بوضجت وبأني ساع ومحتاج توصل لايه لأني عملة وقال إيه وبأس انت محتاج تعمل ايه محتاج تفهم اه اه بشكل كبير جدا جدا جدا. إنا بقى يلا بقى بنا. يلا يلا نشتغل. ويلا ندخل ايه تخشي تشوف البيزنس جولز نفسها. انت دلوقتي عايزني اشتغال لك اعلان? او عايزك تشتغل لأعلان. تمام? اه طيب. انت دلوقتي اه عايز تشتغل اعلان. انت اصلا بقى كبيزنس جولز محتاج تعمل ايه? يعني ايه انت اصلا محتاج توصل لايه او انت محتاج اي او انت عايز اي انا والله المفروض ان انا محتاج ان انا اعرف ان انا اوصل ان انا ابيع 300 قطعة تمام او هنقول 300 مثلا كيلو مثلا بيرمونت مثلا تمام انا بقى كcampaign objective فانا هشغل لك 4 campaign في ايه في الشهر تمام هشغل لك 4 campaign في الشهر وايه ال campaign الاولانية انا بس مترجي منها ان انا ابيع لك ان انا ابيع لك منها 50 كيلو تمام ان انا ابيع لك منها 50 كيلو تمام كل تاجر بمعدل اخدان وبياخد كام بياخد 10 كيلو فانا قريدي الموضوع هيصفي معايا على كام client مثلا 10 كيلو فانا الموضوع محتاجه يصفي معايا على حوالي 10 client لو 50% منه مش تريب انا تمام فالثلاثمائة كيلو دول لو مفروض ان هما هنقول ان هما نرجع للريكويرمنت احنا قلنا البرايس مسلا عشرين اه دولار للكيلو واحنا هنا بنقول ان هو محتاج يعمل اه يعمل كام يعمل اه يعمل تلاثمائة كيلو فاحنا ممكن نقول تلاثمائة في عشرين هنقول بستة لاف دولار فالمفروض ان انا هنا محتاج اعمله يعني مش عارف المفروض ان هو كده ستة مية طبعا على حسب سوري ستة ستة لاف تمام فالستة لاف دول هنخصم منهم آآ مينس الكوست آآ بتاع الكوست بتاع ال 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 بلوس ال ال عشان مفروض ان هو يساوي معي في الآخر الايه ال ار و اي. طبعا انا لازم انا العرف منه او بتعرف منه بذ الباند انت المكلفة كام عشان تبتيه تحسب ايه الكمام ده كله. بعد كده بتروح على 어 بتاعتك و هو دي هنبنيها دلوقتي لكن مفهومها ايه? انت بتبني الكامبين بتاعتك هتمشي ازاي? بس كلينا قبل ما نروح على كده في حتة مهمة جدا وهي بتاعتك هتمشي ازاي? تمام? بتاعتك المفروض هتمشي ازاي? تعال كده نشوف لو انت هتبني المفروض هتمشي ازاي? دي مفهومة العميل من اول ما يشوفني لحد ما يقول لي سلام عليكم علشان ارجع لك تاني اشتري المفروض هتمشي ازاي? تمام? دي دي من الحاجات المهمة جدا جدا. اللي المفروض هنشتغل عليها. تعال كده وريك الشغبات الجميلة دي حاجات دي ممتعة قوي دي. انا دلوقتي المفروض ان احنا هنشتغل كامبين. تمام? طيب الكمبينز دي هتكون على ايه? هتكون على انستجرام. وهتكون على فيسبوك. اه. وهتكون على جوجل اد. و ممكن كمان هنشتغل على جوجل ماب بما ان العميل بيدور على اه او او قريب مني. و كمان المفروض ان هنشتغل على الايميل على و كمان ممكن اشتغل على اه اه كيو ار كود وهي فكرة القيو ار كود دي كنا بنشتغل عليها ازاي ان احنا عملنا كيو ار كود. وهي الكيو ار كود ده المسلوض ان هو على ستيكر بيبتدي يتوزع على السيرفز. اه يوزع يتوزع على ال اه الاماكن اللي بيبيع الباودر كوتينج. اه بناءا على ده بنبتدي نحدد من الكيو ار كود ده ان ان هو لو حب اه كواحد بتاع اه اه صناعي او او صاحب مكان يامل سكان ويكتب الوردر بتاعه. وايه بناءا على الوردر ده. اه يبتدي ان هو ايه يروح على ال اه يروح على ان هو على الشارع على طول. لكن خلينا دلوقتي نقول ان احنا نشتغل على جوجل ماب ونشتغل على جوجل اد اه اه سيرج ونشتغل على الكانر كله. طيب هنا بنعمل ايه بالزبط? هنا بنقول العميل لما يشوف اعلانه هيروخ فين? والله المفروض ان هو هيروح على الصفحة بتاعة الايه? الصفحة بتاعة هيروح على الصفحة بتاعة الويب سايت. طيب حلو جدا. بعد ما يروح على الصفحة هيبتدي ياخد كلتو اكشن ان هو يختار المنتجات. طيب بعد ما بياخد الكلتو اكشن ان هو ياخد المنتجات بيسمى عندي في جوجل اد ان في عميل عمل عمل عملية شراء ودخل واشترك. وسمع معي رؤاز. فباخده من جوجل اد واعمل له ايه? ارجعه تاني على ناس تانية او بوفر تاني. تمام? انت اشتريت مني مرة? اه طب انا كده خلاص لا يا باش انت لازم ان اشتري مرة واثمين وتلاتة. تمام? طيب. غير كده او هو دخل على او او شاف الفيديو بتاعي. فانا اخدته عشان اترجته تاني. انا هاخد الناس اللي شافت الفيديو ده وابتدي اعملهم طيب. بعد كده ما يروح على اشاف الفيديو وروح على laying order علشان ياخد order. علشان يعمل order على لويب سايت. حلو جدا. بعدما اخد الorder او دخل على انه يعمل اى order. المفروض انه هو ايما بيروح بيروح بعد كده على ايه? على الجزء اللي يلوجب بالسيلز پيج. بالسيلز پيج انا دخلت اختارت الorder بعدما اختارت الorder او جمعت الحاجات اللي انا محتاجة عملت سيلز پيج ومنサيلز بيج دي رجعت رجعتهم تاني على ايه? على اه اه الفيسبوك علشان الناس اللي وصلت مرحلة السيلزي بيج انا اعمل اعلان على فيسبوك ان الناس اللي تخش على السيلزي بيج دي اعملني عليهم عشان لما يسيبوا الويب سايت ويروحوا على الفيسبوك نبتدي لزهر لهم. تمام جدا. طيب وبعد كده بيروح على صفحة تانكيو. وابتدي اعمل ارشحهم يا اما اخدهم ليه ان هما يروحوا على اه تانكيو بيج. تمام? وفي السينكيو بيج يزهر لهم ايه? نيو اعلان تاني. نيو ادز تانية طبعا على حسب ايه? نيو اد بتاعتها هتكون على ايه بلاتفورم. طيب وايه تاني? باخد كل العملة سواء اللي دخلت في السيلز او اللي رحت الوردر او اللي رحت في صفحة السينكيو واعمل لهم حاجة اسمها ريتارجتين علشان الريتارجتين دي يسمى على فيسبوك ويبتدي ان هما يبقى فيسبوك هو الحصالة اللي بتلقط كل العملة اللي دخلت من اول الفيديو للوردر بيج للسينكيو بيج للسيلز بيج وكل العملة دول يروحوا على عشان اتارجت على الفيسبوك. انا الخطة بتاعتي كلاتي. العميل هيعمل سيرش حلو جدا. تمام? بعد ما عملت سيرش تعالي خش المصيدة الويبسايت. بعد ما دخلت الويبسايت خلاص. بدأ يشتري وبدأ ايه يعدي ايه من الصفحات بتاعتي. ودخوله على الصفحات دي بيسمع معي ويبقى ابتدي ان انا اعمله من خلال ايه السوشيال ميديا. بأمر بسيط جدا جدا جدا. والعملة اللي ممكن تطلب اردر وتعد على السيلز بيتش. طبعا بطلب منهم الايميل. فانا ممكن اصلا بعد ما اطلب منهم الايميل ببتدي اشتغل على ميل شب. ويبتدي ان انا اخد الميل بتاعهم. احولهم ديناميك على اعلان على الايميل. فيوصلوا كل اسبوع مني اوفر. كل اسبوع يوصلوا اوفر سواء اشترى اه اه مني. اه وخلاص. ومش ايه او اشترى هو محتاج تاني في قريدي انا كل اسبوع بايه بديله اوفر بتاعي. يبقى انا العميد بتاعي مش اشترى. وسلامه عليكم ولا هو اشترى. هو قادر ان انا ترجيته تاني. وقادر ان انا اشتغل بقى عليه فيسبوك وكاستم اوديينس وايه وبنيله ليلى. وايه اللي بتبخ بيها البودر. لا اشتري بقى الجوانتي اللي انت بتمسك بيه البودر كوتنج وانت بتدخله الفورد. طب اشتري بقى في اوفر وهكذا. هو كده. هو 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 شغل كده. احنا بنشتغل كده. بنبلان كده. بنطلع نتاية كده. مش جاست كليك. اوكي? طيب. فدي ببتدي ان انا بنيها وبتدي ان انا اشتغل عليها عشان اطلع ابقى انا فاهم الكنس تتعمش ازاي. والمراحل دي كميديا باير ببنيها بمشيها. او طب هات كده. خش على السينزبيج زي ما احنا عملنا في ايه في الريكوارمنت. خش على السينزبيج. طب خش اعمل اردر. طب صفحة لسانكيو. طب طلع لسانكيو. لو انا بشتغل في الخليج. باشا صفحة لسانكيو. حط لي واتساب. لو انا بشتغل في وهكذا. فايه اللي ابتدي بقى افخاخ كده? اطلع افخاخ ليه العميل? ويه اطلع له من ايه? من كل حتة. تمام? طيب ده 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 كان التصور بتاع ايه? ايه? طيب ببتدي بقى اوزع الكلامنا على الاعلام بتاعي. انا دلوقتي احنا قسمنا في الاصلا في الانالتكس بتاعت ان انا عندي تلاتة كونسبت اصحاب الورش وصناعيات البودر واصحاب محلات الحدادة. وفيه انا هبتدي اعمل هنا ايه? الادز بتاعتي. طب الادزي هنا هتبتدي تروح لمين? والله انا هبني دلوقتي الكمبين او تو ادز لاصحاب الورش. فوردي لو انا هعمل تو ادز لكل كونسبت فانا يبقى انا عندي هنا كام? يبقى انا عندي اتنين اربعة ستة ادز هعملهم والستة ادز دور راجعين ليه تلاتة اه 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 راجعين ليه تلاتة ايه? راجعين ليه اه تلاتة ادست وكل ادست منهم ليها كامبين. فانا هنا عندي بتاعتي هتمشي ازاي? انا عندي هنا كامبين والكمبين دي تمام? انا هنا اقول الكامبين والكمبين دي هيكون فيها ايه اه واحدة اه ادست وكل ادست هيكون فيها اتنين اد. تمام? دي كده يبقى انا هلعب واحد واحد اتنين او ان انا ممكن هلعب في اعلان تاني انا هعمل كامبين دي هشتغلها بقى اما اه او ادست فانا هعمل كامبين واحدة وكل كامبين منها هيكون فيها تلاتة هيكون فيها اه تلاتة اد تمام? قلينا هنا نقول تلاتة اد سوري تلاتة ادست وكل اد منهم هيكون فيها اه تلاتة اد فانا هنا اريدي بتكلم في كام? بتكلم في تسع اعلانات تمام? بتكلم في ايه? في تسع اعلانات. فالاستروكشر بتاعتي ان انا هعمل كامبين واحدة تمام? هعمل كامبين واحدة وهنا هعمل تلاتة ادست تمام? وايه من التلاتة ادست دي هعمل تسعة اد عشان كل ادست واحدة منها تلاتة اد تمام? فانا هنا ببني الكامبين بتاعتي كاملة انا وفيها اه تلاتة ومن التلاتة ادت دول انا انا طالع بي ايه اه تلاتة ايد لكل كامبين عشان اشتغل بطريقة مختلفة ممكن بدل كل ده اشتغل بطريقة الايه الباور فايف يعني طبعا بقى استراتيجز كتير بقى انت وايه الاستراتيج اللي بتلعب بيها وايه الاستراتيج اللي بتست بيها فاني انا عندي المفروض ان انا ان انا دي كامبين واحدة طلع من واحد فاضرب بقى الكامبين دي اللي انت باني فيها تسعات تمان هتبنيها مثلا في تلاتة لو احنا بنين على تلاتة زي ما احنا اه اه زي ما احنا ازي ما احنا prior انا او انا اه فهنا انت هتضرب التلاتة كامبين دول عندك تسعة ادب انت هتدرب هنا ايه بقى هتدرب ايه التسعة زي ما احنا قلنا فيه تلاتة فانت بطالع معاك بي ان انت المفروض هاتعمل بـ 27 إعلان مختلف والـ 27 إعلان دول كل إعلان منهم مثلا هتعمل فيه مثلا واحد كارزل واحد أو هتعمله ديناميك فأنت لو كل إعلان هتعمله ثلاث سور فأنت عندك هتضرب الثلاثة فيه 27 فأنت هتعمل كامل ديزاين وليلا بقى على حسب بقى الـ campaign بتاعتك هتمشي ازاي ومعلي ازاي فدي طريقة الـ structure دي الطريقة اللي انت بتحسن بيها الـ structure بتاعك إعلان هيمشي ازاي structure بتاع الإعلان هيمشي ازاي انا مش بنحب الميديابينج من قليل لكن بنحبها من الطرق دي من التكنيكس دي من طرق اللاعب دي من طريقة التفكير دي انت حد مش حد مش روتيني حد كل يوم بفكرة مختلفة طيب تعالى بقى نخش فيه الآدز بقى نفسها الآدز نفسها والله انا كل إعلان هحط له budget cam انا معايا دلوقتي المفوضي اما انا معايا دلوقتي المفوضي ان انا حاطة budget حوالي 600 دولار انا المفروض budget عندي لو انا هشتغلها لإعلان واحد فاحنا هندي كل آد 200 دولار والـ platform اللي هنشتغل هنا ايه والله هنا هنشتغل على مثلا جوجل اد ومفروض الليفل بتاعك هيكون ماشي ازاي هل هو الليفل بتاعك هيكون آآ 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 ماشي آآ الزاي انت هنا بتشتغل تيست ولا سكيلينج يعني انت لسه بتجرب السوق ولا اريد انت عندك campaign شغالة وهي بتسكيل عليها فاحنا هنا بنشتغل تيست تمامي طيب الـ placement بقى ودي ناس كتير جدا جدا ما بتخدش بالها منها في الـ placement هنا انا هشتغل على جوجل اد او هشتغل على جوجل اه العميل يشوفني وهو بيعمل سيرج يشوفني على صفحة السيرب بس ما يشوفنيش في اعلان آآ في جيميل ما يشوفنيش على يوتيوب ما يشوفنيش على دي كلها placement ما يشوفنيش على الـ network display network في حاجة كده او بتخش على جوجل يقولك ايه انت محتاج تظهر في search ولا محتاج تظهر في الـ network display network display دي اماكن مشتريها جوجل وبناء على الاماكن دي بيعرض فيها اعلانك مناء على معدلات الـ search زي مسلا محركات بحسي تانية وما الى زلك فدي من الحاجات مهمة في الـ placement تعال انا كنت مثلا منها مثال عشان اقربوا لك اكتر لو انا بشتغل على فيسبوك فبقولك الـ placement انا محتاج تبان في الـ story محتاج تبان في الـ post محتاج تبان في ايه آآ بالزبط طب الـ strategy بتاعتي هنا انت مسلا انا اشتغل على الـ value تمام فاحنا هنا بنقول والله الـ maximum value بتاعتي انا محتاج ان انا محتاج احسن نتيجة بالسعر المناسب وهنا نوع الـ ad زي ما احنا قلنا هو هنا آآ ان هو ad search عادي الميديا بتاعتي انا هنا احط آآ سور في الـ search تمام بقى في options ان انت تحط videos وآآ سور ويه الـ content بتاعي احنا لسه مكتبنهوش فالمفهول ان انا هتضيف الـ content ويه الـ ad technique حتة دي مهمة جدا الـ ad technique هنا بنعمل ايه هنا في الـ ad technique انا هنا النتيجة بتاعة الـ campaign دي هطلع بها بايه والله انا هنا campaign دي search فانا بعد كده هاخد الناس اللي طلعا من هنا هعمل لهم حاجة اسمها آآ آآ performance هعمل لهم حاجة اسمها performance plan يعني ايه performance plan يعني المفروض ان انا هاخد الناس دي وحسن عليهم يعني ايه حسن عليهم يعني هطلع آآ 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 هطلع عليهم بـ campaigns احسن بـ campaigns احسن ويه campaigns دي مفروض هعمل عليها scaling فاحنا هنا هنعمل ايه scaling plan انا هعمل على الناس دي scaling ايه plan طيب بعد كده value proposition احنا قوة محددينها قبل كده ان احنا بنتلع بقى احسن آآ سعر ونظام نقاط تمام والله احنا هنبتدي من يوم واحد من اول الكريسمس لحد تلاتين آآ واحد تمام طيب انا احنا هنا اوقات لو احنا بنشتغل مثلا عقارات او بنشتغل فاحنا ليه اشغلها اتناشر واحدة بالليل لما اصلا التليفون في الشركة هينام ومش هيشتغل فانا لأ انا ممكن والله احنا ممكن نشتغل من الساعة عشرة مثلا حد الساعة اربعة احنا محددينها قبل كده والله انا هنا هشتغل الجزء بتاع تمام انا هنا هشتغل الجزء بتاع ايه والباير بسونا طبعا احنا محددينها تمام فنزبطها ونكتبها اللوكيشان احنا آآ اللوكيشان احنا محددينه تمام وخلاص انا ونبتدي هنا مثلا الاكشن مثلا جيت اوفر لو انا ايه عامل اوفر تمام انا هنا آآ تقريبا ما فيش حاجة ما تكلمناش عن اعلان نفسه ما فيش حاجة ما تكلمناش عنها في ايه الاعلان نفسه فاحنا لما بنجي نشتغل على الاعلان ونبنينه بتاعته الاستراتيجي بتاعته كاملة ايه البودزيت ايه اللي هشتغلها ايه اللي انت هتشتغل عليه ايه اللي انت هتشتغل عليها ايه هي اللي هتشتغل بيها الاد تايبس اللي هتشتغل بيها ايه الميديا اللي هتحطها ايه بالزبط سور ولا فيديوز ولا ايه الكونتنت اللي هتكتبه الاد بيكنيك. كما بعد. انا مش شغلت الاعلان والاعلان نجح خلاص شكرا او جمع بها اقفن وشغل غيره. لا انت الموضوع مكمل معاك. انت هتطلع من هنا على فين. عملت اعلان فيديو فانا اورادي بطلع من الفيديو ده ان انا اخد الناس اللي شايفت الفيديو بأعلى نصدق خمسة وتسعين وخمسة وسبعين في المية عشان نعمل لهم هكذا. طيب. بعد كده الحاجات بقى اللي انت محددة قبل كده والأمور دي كلها والكلام ده كله فانا احنا اه احددناها واتكلمنا عليها. طيب هنيجي لنقطة كمان مهمة جدا جدا. عشان اه طولت جدا معيكو. عليكو. اه طيب. انت دلوقتي لما بتيجي تبني لازم بتطلع عليها الكوبي. عشان نطلع الكوبي لازم ان يكون محطوط بتاعك. البلان دي بشكل كامل ياما بتتبني اما بتتبني اه مراحل والمراحل دي بيسلمها اشخاص او شخص واحد بيبتدي اشتغالها. يعني ممكن يجي مسلا بتاع تمام? يتأكد ان اه الكلام ده كله موجود وان احنا حاجتنا كلها مضبوطة. وييجي بتاع والبلان يبنيها بتاع الميديا باير. ويسلم بتاع الكوبي وبتاع الكوبي يبتدي ايه كتب ده? او واحد جميل يقدر يروح ايه اه شغال على كل ال ايه الكلام ده كل ورا بعد. طيب تعال كده نقول ان انا هنا المفروض احط وحط 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 ايه العميل يوصل ايه لي في الاخر. وايه ده لو انا بشتغل على اه 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 لو انا بشتغل على جوجل او لو انا بشتغل على تانية فانا بحط برضو اكتر من او اكتر من ولو انا هحط ايه ايه او ببتدي احطهم وهي بحط عشان الكلام ده يظهر لي في الاخر وده كله مبني على اللي انت حطته. هنا هنا عندي المفروض ان انا حطها وهي هنا عندي كمان الجزء اللي ليه علاقة الحاجات اللي انت تستخدمها والحاجات اللي انت مش تستخدمها وبنجيب ونبتدي ايه نشتغل عليها. طبعا بعد ما بتجمع ايه بتبتدي ان انت تروح على وتبتدي تشتغل نحط هنا الكيوردس. وهي تبتدي اشتغل عليها. وهي الكيورد اللي انت تشتغلها بيه تبتدي تقول والله خلاص تشطب عليها وان انت ايه اشتغلتها. وهي الكيوردس اللي انت حطيتها خلاص انا اشتغلت عليها تبتدي ايه تحطها. وهي لما بتيجي تشتغل اصلا فعليا في الاعلان بتبتدي تانالاتيكس الكيوردس دي. والهيدلاينز دي. وهي الدسكريبشن دي. من المهمة جدا 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 للصبح ان انت الكيوردس اللي اتشتغلها يكون ماتشنج ومتماشية مع الهيدلاينز متماشية مع الديسكريبشن متماشية مع الكلام اللي مكتوب فيها متماشية مع الـ URL. خمس حاجات دول لازم يكون متماشيين مع بعض. فعشان انا اكتب اعلان احصل على الوفر وجوه الويبسايت اصلا مفيش حاجة يسمع احصل على الوفر. تمام? فعشان انا اكتب ده في الهيدلاين يحصل على احسن سعر واجه في الديسكريبشن اقول له افضل جودة مش عارف ايه طبقاش انت اصلا بتكلمه على الساعة ايه دخل الجودة دلوقتي? اه تمام? مش حشر وخلاص. طيب بعد كده بنيجي هنا نكتب الهيدلاين والهيدلاين هنا طبعا لازم ان تكون ايه بتركب معاك يعني لو على حسب طبعا كل بلادفورم لو احنا نتكلم على جوجل فانت معاك لحد تلاتين اه اه كلمة سوري تلاتين حرف علشان تبني ايه الهيدلاين بتاعتك وعلى حسب طبعا بيديك ايه معاك لو احنا هنا مسلا هنا نقص لنا ثمان حروف ممكن نكتبهم فلو كتبنا ازياد عنهم بيقولك هنا انت ايه اقل او انت اه معاك ست حروف زيادة فتبتدي بنحدد ايه تقدت فبتبتدي تحط الهيدلاين وهي بعد كده تحط الهيدلاين ايه المتماشي معاها بحيث ان انت لازم ايه الامور معاك تكون متماشية بشكل متكامل وهي بناءا على ده بتحط ايه اللينك اللي انت المفروض هتحول ايه العميل عليه وبناءا ده على ده بتبتيه تشتغل ويتحدد طبعا ده كله على حسب ايه على حسب اللي انت مطلع على حسب ايه اللي انت مطلعت على كده لو انت هتاخد اكتر من آآ هتاخد اكتر من اه من وهي تحط طبعا ايه اكتر من على حسب اللي انت هتكتبه وتحط بتاعك وتبتيه تشتغل على هذا الاساس وده بيسمع معاك وفي الاخر تحط ايه وتبتيه تبني بتاعك لازم تكون متماشية مع اللي موجود في الويب سايت والهيدلاين يكون متماشي مع الهيدلاين ومع عشان كده قلنا مهم جدا ان انت كايس ايه الامور معاك تكون مماشية مزبوطة وتبني ده في بتاعتك بقى لحسب ايه كل اعلان انت بتشتهله والامور دي كلها سمام ويه لازم ان تشتهل على ايه الكلام ده كله بشكل كامل بعد ما بتخلص مرحلة الكوبي بعد ما تخلص مرحلة الكوبي بتبتدي تخش بقى ايه ان انت تحسب او آآ بتدخل التوقعات اللي انت حاطتها وتبتدي تقيس عليها والله انا حاطت المفروض اصلا خمس تلاف بنقول ان احنا حاطين ست تلاف آآ دولار حاطين ست تلاف دولار ويه المفروض ان انا عايز اوصل عشرة تلاف عشان اوصل لآآ ويه المفروض ده يسمع معايا في عدد الامبريشن انا هنا دخلت ان انا محتاج عشر او انا بالنسبة لي حصل عشرة تلاف امبريشن والامبريشن دي حصل من عدد كليكس تمام فانت هنا الامبريشن للكلك حصل كام اربعين في المية يعني انا حصل اربعين في المية انا عندي عشرة تلاف وصلت لهم بشكل متكرر فحصل كليكس اربع تلاف فبالنسبة لي حصل ايه ان انا اربعين في المية من الناس اللي حصل عليها تكرار على ان هما شافوا او الاعلام بتاعتك حصل ايه انهما شافوا اه ان هما شافوا الايه ان هما اتعاملوا وخدوا على الاعلام بتاعك وده بيديك بقى انتباع في الاخر انت مفروض بتاعك عمل كام في المية وكمان بيديك انتباع بتاعك على بتاعك وبيقولك كمان الكوست بتاعتك متقسمة ازاي كل واحدة حصلت خدت قد ايه من الكوست بتاعتك هنا عندي ستين سنت اه حصلت من من عشان يسمع معايا 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 هدوقتي حصل عندي اربعة الاف كليك الاربعة الاف كليك دول حصل منهم خد على كل كليك وان دولار او وان ونص واحد ونص دولار ويسمع معايا كمان بتاعتك خدت تلاتة دولار لكل او كل عملية تحول حصلت تمام ودي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي انت لازم ان تكون حاطيتها كساقة توقعات طبعا بناها على دراستك بتاعتك والتيست بتاعتك وتكون متابعة للشغل ده بشكل دوري الاساسيات معاك انا انا عارف انا معايا كما اصرفه ده اداني من جوجل او من فيسبوك هيحصل معايا كم امبريشن بكام كليك فانا فهمت نسبة الكونفرجن فانا بلعب على ان انا هعمل الافريج كوستبر كليك كام والافريج بير كونفرجن كام سريعا كده نرجع الكلام ده كله بشكل كبير علشان نكون فاهمين الامور بالنسبة لنا فيها ايه كاميديا باير اهم حاجة بالنسبة لك في الاول requirement تبقى عارف انت ال product description معاك ايه الجزء اللي ليه علاقة بيه ال pricing فهمه كويس انت بيبيع بكام وال offer بتاعك strategy ايه وال unique selling point الميزة التنفسية اللي بتلعب معا عليه وكمان او الجزء بتاع بتاعتك بتتقدم في اني اماكن بتاعك انت هتشتغل اعلانات اصلا على اني منتجات من مجموعة المنتجات اللي انت المفروض شغال عليها وال بتاعك انت هتبتدي من امتى وتخلص امتى بتاعتك هل هي مظبوطة او اللي محتاجة عدلات بتاعك بشكل كامل قد ايه والجزء اللي ليه علاقة بالادورتايزن كوست انت متارجت منه اه دخل او الكوست بتاعك ادقيه وانت متارجت منه اه اه كل يوم هتدفع كامل وكمان بتاعتك مظبوطة ولا لا والدجتال بتاعتك مظبوطة ولا لا وكمان بتاعتك هل هي مظبوطة ولا لا من غير الحاجات دي تشتغل طيب الجزء اللي بعد كده ليه علاقة بل انا لازم انتفهم كويس جدا جدا بتاعتك وده هي سابورت معاك ازاي على تقسيمة بتاعت كل اعلان كل اعلان هتشتغلوا جوا الكمبين ليها كونسبت اساسي الكونسبت ده لازم ان تكون فاهموا بشكل كبير جدا 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 وتكون عارفوا اه بشكل كبير جدا 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 بشكل اساسي وتكون فاهموا بشكل كويس عشان تقدر تقسم العملاء بتوعك ليهم ايه بتاعهم بتوعك الريسورس هتجيبهم منين كوكا لايك او آآ آآ على طول آآ وي السن بتاعهم هتحطوا ايه بالزبط وي كمان بتاعتهم هما محتاجين ايه علشان آآ تحط لهم كاملين على حسب بتاعتهم ويقرب مكان المفروض آآ بتاعتهم ويه الكلمات اللي هما بيدوروا بيها ويه بعد كده هتخش على المنافسين حبيبك وتشوف بتاعهم ايه ويه اللي هما بيشتخدموها ويه اللينك بتاع الاعلان والكوبيز اللي بيحطوها ايه ويه كمان واليونيك اللي بيلعبوا عليها والاوفرز اللي بيقدموها للعملة وانواع الاعلانات اللي بيشتغلوها والانترست اللي هما شغالين عليها كمان الانجويج والكيووردس كل دي حاجات هتوسع معاك مدارك بشكل كبير جدا ويه نوعية المنتجات اللي بيشتغلوها على حسب ايه لوكيشن هتيجي بعد كده تخش على البلان وتبني ايه السيلز فانل بتاعتك ويه تبقى فاهم طبيعة السيلز فانل اللي انت شغال عليها دي ايه الامور فيها ماشي ازاي انا هجيب العميل العميل بتاعي لما هيدخل هيخش على السيلز بيج وهيبطي يشتري اوردر وهحوله بعد كده على صفحة السانكيو ولا هيمشي ازاي وازاي انا اقدر اشتغل بشكل صح واحول اللي دخل عالسيلز بيج ليه ايه مال شاب علشان يبقيت له ميل على حسب السبسكريبشنز بتاعته وليه عبتدي اعمل لهم على السوشان ميديا ومن السيلز فانل ببتدي ان انا اشتغل مع العميل بشكل اه اه كامل على حسب طبعا الاجزاء اللي هيبتدي ان هو اه يكون موجود فيها انا عندي البيزنس ده محتاج يعمل تلتميت اه يبقية تلتميت كيلو كل شهر فانا مطارية ان انا ابيع له حوالي كمسين كيلو وهي الخمسين كيلو دول هيتطلبوا مني ان انا احقق في كل كامبين عشر عملة او عشر طلبات فانا المفروض ده عشان اجيب ارؤاي من الستلاف اللي انا حاطتهم اشيل منهم الكوست بتاع الاعلان والكوست بتاع البرودكت نفسه عشان اشوف انا ده هدخل له كده اروا اي ايه ويبابن الكمبين انا هعمل كامبين وفيها تلاتة اد ست كل اد ست منهم فيها حوالي تلاتة اد فانا عندي حوالي تسعة اد طيب كل اد من دول او كل اعلان من دول المفروض ان هو هيكون لي تلاتة كريتيفتي مختلفين دايناميك عشان اشوف انا احسنهم فانا بشتغل على سبع وعشرين صورة او سبع وعشرين فيديو او سبع وعشرين صورة مع فيديو او كارزيل على حسب وكلام ده لازم ان يكون معروف ان انا هنفزه ازاي انا كل اعلان هتديله 200 دولار بودجت او انا سايب البودجت مفتوحة وعلى حسب كل كمبين ما بتسحب طبعا على حسب انت وطبيعة البلان بتاعتك للشانلز اللي اشتغل عليها ايه وهل انت في مرحلة التيست ولا الاسكيلينج ويه ايه البليسمنت على حسب طبعا طبيعة البلاتفورم اللي انت بتشتغل عليها ويه طريقة الدفع البيد استراج بتاعتك ونوع الاعلان وهل انت مجهز الميديا والكونتنت بتاعك ولا لا او ايه التكنيكس اللي انت هتشتغلها اللي انت حطيتها ايه جوة الاعلان ده كل اعلان بكل اللي بتبينها والديريشن بتاعتك هتبتدي وتنتهي امتى لو انت عندك اوقات معانة للشغل اللي بتكونفرجن بيها والاودينس ريسورس بتوعك هتجيب العمل امنين هل هما كاستم اودينس تارجيت اودينس لوكالايك اه من على ويب سايت معين من على الابليكيشن معين والبير برسولة واللوكيشن انت كده حتى بتبتدي تأكد عليهم على حسب التأسيبة بتاعتك والاكشن بوتم بتاعتك الجزء اللي ليه علاقة بالكابي مهمة جدا ان انت تبتدي تكتب الكابي المناسبة تكتب الكابي على حسب الكيوردس مناسبة مع الكابي اللي انت بتكتبه كهيدلاين ودسكريبشن مناسبة مع السلوج او خلينا سهلها لك بدل كلمة سلوج قولك نتنشع مع اليو ار ال وي كمان آآ نكون ده متماشي مع الويب سايت بتاعك بتاعتك بتبتدي تبني الكابيز بتاعتك على حسب طبعا طبيعة التأسيمة اللي انت عملتها في الاعلانات وبناء على ده بتبتدي تشوف انا التوتال كوست متورجت منها كام wall comparison وكم كليك وكونورجن عشان يسمع معي انا بتاريت pull rate بتاعي يكون كم في المية عشان في الاخر انا محقق ان انا محتاج ادخل للدخل عشر عملاء فالعشر عملا دول انا محتاج كم تحصل او كم تحصل او كم يحصل فانك كده لو انا محتاج كل عميل بيجيني بعد كل 3 كونفرجن فانا قريدي مثلا معي تلاتة فانا لعميل تلاتة كونفرجن فانا بتلاتة دولار فانا معي المفروض حوالي تسعة دولار على كل عميل بيخش فانا عشرة ففي الاخر هنقول ان هم حوالي عشرة دولار فانا كل تقريبا عشرة دولار لكل عميل فانا لو محتاجة وصل لعشرة عملة فهنضرب عشرة في عشرة عشان اشوف بتاع هيمشي ازاي وابتدأ لعب على ايه النقط دي دي كلها حاجات مهمة جدا جدا فيه طبعا تفاصيل كتير كتير جدا 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 اكتر من كده بكتير لكني بحاول ابسط لك المعلومة بشكل متكامل على حيسب ما انت بتبديد تشتغل كل اللي انا قلته ده مهم كل اللي انا قلته ده حرفيا بفلوس كتير جدا جدا ومش هيكون لها لازمة ولا هيكون استفدت لو انت مطبعتش فانت حاول على قد ما تقدر تطبق الكلام ده كله بكل ما كل كلمة وكل حرف هي بفلوس فحاول ان انت تطبقها اه بنفسك وتحاول انت تفكر وتشتغل وتتعب علشان توصل لنتيجة وطبعا لو احتاجت اي حاجة في اي حاجة من الكلام ده كله ممكن تبعتلي في اي وقت وانا هرد عليك وقولك اه ده صح او ده غلط وربنا يوفقكوا اه جميعا ترجمة نانسي قنقر